لا 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 فايزة خليل دي مين؟ لأ لأ طبعا أنا طبعا صحفية والورق الورق الورق أهو حضرتك أنا جاهزة طبعا وهنعمل أحلى حوار لأحلى نجمة وانت بقى تكرت كلام اللي كنت بقوله؟ لا سيبك نجمة من التصوير والفيلم والحوار ده أنا عايزة أعمل موضوع عن حضرتك كبير قوي 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 عايزة أعمل موضوع عن سيرة حياتك الزاتية كلها واو حلو قوي مش كده؟ نبتدي بقى يا نجمة عايزة تحكيلي حكايتك كلها كلمة كلمة دوقتينا عليك يا سلمة برا أنا قلت اطلعوا برا واسيبوا دكتور حسن هم؟ حاضر حاضر دكتور فضلي يلا زي ما انت أنا ست بسيطة وهادية جدا تسأليني أكره إيه؟ أقولك العصبية والصوت العالي تسأليني أحب إيه؟ أقولك الصراحة والوضوحة تمام؟ تمام؟ هاي، ممكن أعرف إزاي خرجتي من قدتك ووصلتي لحت هنا؟ أنا صحفية نعم؟ زي ما بقولك، أنا صحفية ومن حق أدخل مكان لنا عايزة وعمل الروبورتاج لنا بحب يا سلام حضرتك صحفية آه طبعا ومن زمان نفسي أعمل كده انتروفيو مع نجمة سوزان فريد وسألت عليها وقالولي هي هنا في الاستوديو استوديو؟ آه طبعا ما تكلميها يا أستاذة هي فعلا صحفية شطر جدا صحيح هي صغيرة وملهاش اسم بس أنا حب أفجة بالشباب ربنا يخليك يا نجمة كلك زوق هايل هايل ممكن تقول لنا بقى سألتك في إيه الأستاذة في الروبورتاج العظيم دا؟ كانت بتسألني عن تفاصيل دوري في الفيلم الجديد بس ما تخافيش أنا هقول لها التفاصيل غمضة وعبيتة كده أنا مش ممكن أحرق الدور بتاعي لأ طبعا برافو عليك آه حضرتك المنتجة أكيد طب أنا يهمني أخد كده كلمتين منك خبر عن الفيلم بس أم مخلص مع النجمة أجيلك على طول بس إيه؟ هنزل هملك تحت منشط قد كده هو يخرب بيت زكائك لا مش مريضة يا حاسم سلمة مش مريضة ولا مختلة ولا عندي أي أمارة بتقول إنها بتعني من شيزوفرينيا أو زهان أو أي خلل في إدراكها العصب طب كويس قوي 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 يا دكتورة إحنا بقى حاجزينها عندنا إليه إن شاء الله أنت عاد استعبت يا دكتور؟ استعبت إيه بس؟ وأنا قلت حاجة لزمح الله أنت قصدك تنرفزني وتحرق دمي بزيادة لأنك عارف كويس قوي إن إحنا بنحجز الحالة بناء على طلب اللي جابها سواء سليمة ولا متنيلة والفحص اللي حصل على الهانة فحصي بس يا دكتورة وأحنا فحصنا ولا عملنا حاجة دي يا دوبة كشف مبدأة وشوية مهدئات حتى ده الكشف أثبت إن التوتر العصبي ده لديك للضغط النفس والإدمان واتفر كل دي عرض خيبة ومستحيل توصلها للفصام والوهم العصبي وتتخيل نفسها صحفية ما هو ده عرض مفاجئ أنا أتفاجئتي بيه عشان كده بقولي حضرتك سبينا كم المتابعة واجشف علي زي الناس وديكي تقرير تديني تقرير وتشخص الحالة تشخص الحالة ولا لا تحب في الحالة حب في الحالة؟ النسيان يا حسن النسيان هو دهك الوحيد اللي ما بتخفش منه كم مرة أقولك مش مهم تغلق في الشهر بس قوع تستغبع واطف الدكتور أنا أنت مشغول بيها وعينك منها من ساعة ما شفتها يا دكتور وأنا شكيت وأصدت أكلفك بالحالة عشان أعرف نيتك ما حصلش ما حصلش أي حاجة من الحاجات دي وحضرتك عارف أخلاق كويس وأنا ما تلزمنيش أخلاقك يا حسن ولا يفرق معي إن كنت تحب ولا تتطافس إنما لما سيب المصاحة يوم واحد وارجع على إيها قصر للأشاء تبقى نصيبة أشاء إيه بس يا دكتور حضرتك بتقول الكلام غريب قوي أمال عايزني أسمي لأنا شفته ده إيه يا دكتور ساعتك سايب الهانم بتتمشى في القصر وتدخل قواد المرضى وترغي معاهم والست هانم توحة سايبها شغلها وقعدة مع حشكل في القودة وبتبخروا يا لهو يا لهو يا لهو قطعة الأرواح والعفريت والنيل على تماغي أنا كان مالي وما للهم ده كله بس ما يضيعي الورق ولا يغور في السجين ده يا أنا مالي يا ولية هدي بقى أنا مش ناقص ناقص اسقط يا حشكل اسقط واسبني بحالي أنا رزق تقطع بسببك وحترمي في الشارع ما تقدرش هي من دي اللي ما تقدرش عواصف يا رب تطردني من هنا سليمة وما تتفنيش أنا وإنت في المخروب ده قال ما تقدرش آه انت مش عارف عواصف مالي ايه؟ ما أنا عشان عارفها بقولك ما تقدرش وأنا قدي كلامات واه والنبي انت ما فيك غرحانك وطق لسال ده انت كرمشت في نفسك وبقيت عامل زي البورس وهي بتطب علينا انت النهاردة ليه تكسودة يا حشكل أنا وأنا مالي مالك زي رجل ناقص هو الورق ده مش عوضيتك يا مصول الورق 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 هو هتوحها لقيته يا همت لقيت الورق فيه لقيته مرمي في ظهر القوضة بتاعته عارفة يا توحة لو كان حد غيري شاف الورق ده كان زمان ده راح بستين داعية انت تخرسي خالص حاضر شافت حبوقي خالص والله مخصوم منكو عشر تيام ولو حصل وشفت المنظر ده تاني هيبقى شهر بحاله يا دكتورة وكتاب الله يا حد بقى الله خرب بيتك والنبي يا دكتورة ده عشر تيام شوية علينا ده احنا نستهل الحارب وقتاله لما ده بقى انا مش نقصاته حاضر يا دكتور يوسف عايزك وروح اتدله العلاج ورغي معاه شوية نعناي ده انا هتدله الأجزاء خانة بحالها انت واقف ليه انت كمان عشان الورق ساعدتك انا ستفته ورتدته وكله تمام ورا ايه متخلف انت؟ انا خلاص صورته خط اللي انا عايزاه صورته؟ ايه وطبعا خدوا احرقوا خلاص حاضر يا دكتورة الله يحرقك يا بايدة بقى العلقة دي كلها عشان في الآخرة احرقوا تعاليلي بقى يا استاذة سلمة وقوليلي حكايتك ايه بالصوت سلمة؟ سلمة مين؟ انت هتستعبط يا همت؟ سلمة الصحفي اللي كانت قادة معي هنا وجات السلطة عوقت فخدتها ومشي سبحانه مغير الأحوال يعني فكرة اسمي وفكرة كل حاجة امه اللي بقى من شوية حكاية التصوير واللوكيشن والحركات دي تصوير ايه متخلفة انتي؟ تفاكراني يا مجنونة؟ لا لا سمح الله دي انتي ستة العقلين يا همت يا همت انا محبوسة وعارفة انكم حبسيني هنا بالغصب عايزين تعرفوا اسراري طب عشان خاطري ايه دي بس شوية؟ لا مش ههدد سلمة الصحفية دي جت القصر المخصوص علشان تساعدني تنشر حكايتك وتفدحكم كلكم صدقيني سلمة دي من الصحفية خالص لا صحفية وانتوا اللي خطفتوها واكيد حجسوها معانا عشان تجننوها بالكهرباء وبالزفت بس انا مش هسقط هو فين الدكتور حسن؟ انا حجبلك الدكتور حسن بس ايهد شوية يا دكتور حسن دكتور حسن خطفوا سلمة الصحفية وهيجننوها يا دكتور حسن برافو عليك يا همت دلوقت مش فضل غير حاجة واحدة مهمة يازم تحصل حاجة؟ حاجة ايه دكتور؟ اخذ الكابسولتين اللي معايا دول هتوديهم لسلمة سلمة؟ ايوه تخليها تاخدهم قدامك وتقول لنا دكتور حسن بيقولك خليك على نفس السكة اللي انت ماشية فيها دي اللي عملتها قدامها واطفة وهو قد تغيرها ايوه يا دكتور بس سوزان سوزان طايحة فينا كلنا وعملت زعه ومحدش قادر عليها يا ستي يا ستي هبقى روح لها انا في المهم دلوقتي تروحتي لحاجة سلمة قبل ما تدخل الجلسة يلا والله انا حاسة ان سلمة دي هتجيب اجالنا كلنا ان شاء الله سلمة؟ ايوه 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 هي اسمها سلمة انا ساقبت في زينب عليها ارفني ان اسمها سلمة وانها عيانة وجاهزة تعالج هنا ايوه انت عايز منها ايه؟ هي سلمة؟ نعم عايزها ازاي يعني لمؤاخذة؟ عايزة عايزة تكلمها تتكلمها في ايه ان شاء الله؟ تكونش وقعت في غرامها انت كمان وقعت في غرامها ايه بس شاتوحة؟ انت الوحيدة للمفروض تكوني في أماني هنا استهدى بالله بس هدي خلقك فهمني الحكاية بالراحة حكاية؟ اه انا ما عرفش اي حكاية؟ لا اله الا الله ما تعرفش الحكاية يعني ايه؟ اه اه اصلا اه انت عكت فجأت حكت وطيق لي كده حاجات اه اه اطيق لي نوم جايين يقبطوا علي صلي على النبي صلي على النبي كده واستهدى بالله وتخافش ميشوا يا اخويا ميشوا يا روس بس الاخرام وخرجت جالي على الطرقة وجريت عاوزز بالبرقتي لقيت فاتن في الطرقة فاتن اه هيا فاتن الوحشة دي ربنا ينتقم منها شدت فاتن ودخلتها كوالقوطة وخلقتها يا محوي خلقتها بيديا وبعدين 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 لاموا علي راموني على السريف ودين لحونا بعد ما اخدت لحونا لانت وانت وانت هو ولما صحيت فوقت دي ما كانتش فاتن ما كانتش فاتن كانت البنت الغلباء العزالمة معلش معلش بقى ناصبها كده لا مش ناصبها ولا كده ده غبائي غبائي انا غبائي ان افتكرت ان البنت شباه واحدة وضيعة سيفاتن معلش تلاقيها ما ترعبتش ولا حاجة مش هي يعني لم اخذة عيانة ومخامش معاها بس دي مريضة لازم ساعدها لازم ننقذها كانت بتصور على باباها تخيالي اعمالت الغيارة وجميل زي سألها لم هذا هيروح علشان فخرت ابوها يا راجل اسكت بقى واجعت قلبي هو ننصح ليدك الفتارية هنا افتري انا بافتر اهو بتفتري ازاي يعني مش فهم بافتر اهو كده بافتر اختلك مليون مرة انا باكل وباشرب وبتنفس مزيكة اه طب مفيش مانع افتري المزيكة بتاعتك وحلي بساندوجش كده على الماشي يهو انت يا غبية ما بتفهميش كان لازم اطرودك من زمان اتفضلي غيري اليونيفورم بتاعك ده واخد حسابك ومشي من هنا فورا حاضر انا حامشي من هنا فورا وحاخد حسابي بس برضو لازم تاكل لا بقى انت اكيد مجنونة روحي روحي شو فيلك ايه مساحة ايه ده ايه ده فيه ايه 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 اللي حصل من فضلك يا حسن لو سمحت حسبح دلوقتي ومشيها فورا انا مش ممكن اشغل في بيتي ناس اخبية بشكل ده حاضر يا هانم كل اللي انت عايزها هيحساب هتنشي حالا وحتاخد حسابها يا ادريس عملت ايه يا زينت على الصبح تمانية واربعين ساعة مدقيتش اللقمة ازاي الحال بقى لو ققت من طولها وانا المسؤولة عن شفت الاكل الاسبوع ده يبقى تبلغيني من اول اليوم يا فلح ما هي دكتور يلا خلاص روح انت انا عفطارك من زمان ما سمعتش حاجة المونزرت مش هاكل يا حسن مش هاكل ولا هشرب وهفضل كده لحد ما موت انا مش عايزك تاكل انا عايز اعرف ايه اللي مزعلك انت يا حسن انا ايو انت مهما بحكت علي باي كلام مش هصلحك ومش هنسالك اللي انت عملته طب انا عملت ايه بس خدحتني قلتلي انك هتنقذ بنتي من العصابة اللي خطفوها واترجعها لي ومين قلك ان انا ما عملتش كده هو فيل اللي انت عملته ده بقى لسنين مستني انك تنفذ وعدك ليا وما شفتش حاجة ما هو ده الخبر الجميل اللي جاء اقوله لك خبر جميل؟ مكت يا حسن يعني انت انقصتها انقصتها على اخر العزام علي برافو عليك يا حسن برافو عليك طب هيا فين؟ هرجوك انا عايزة اشوفها هموت هموت وعودة في حدني والمسها ومصف عنيها هتشوفيها او عيدك يا مال السياد الوقت بيتمر بظروف صعب صعب اوه قلبك الطيب الواصل ده هو الوحيد اللي يقدر يدعلي يدعلي يا رب يا رب يا رب افماها يا رب جمد قلبها وسعيدها ورجعها انا عز بيك يا بنتي انا جمك جمك وعز بيك يا و determ وغ nuanced و تتania من الجega والدخول الي المزاين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآkeln tipping ... لowania اشتركوا في القناة بس 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 ايه مكتب حياتي با حياتي با مش صرا يال يال ايه الاخبار احسن دلوقتي شفتي الحكاية سهلة زي شاك الدكوس اللي حصل ده اسمه هلاك بالصدمة الكعربية مش كالسة اتقاف في السجن الحاجبي حاجة كده تهدي العصاب وتفك الكآبة والتنشنة وتعوضك عن الكوك الحاجات الوحشة دي ولو لسه اضعبانا هنطلق خلاصا ارتحت هاي وليلي بقى يا سلمة فاكرة اللي حسن انها ارتع فاكرة عزيم يعني فاكرة من اللي خربت من اوتك وسابق تتمشي في المسر شور الدكتور حسن دكتور حسن حلوة قوي مش عارفة ليه حسن الدكتور حسن مستلطفك يا سلمة قصدي يعني ما عجب يجي لأ هو بيحبني واو بيحبك مرة واحدة بس زي اخته اخته اه هو قال لي كده وانا تمام بحبه اه وانا تمام بحبه اه كنت عايزة بوزه مسكته في القوضة وهو بيديني الده اه واتحيلت عليه عشان يديني بوزه بوزه واحدة بس ولكن هو مرضيش وقال لي ان انا زي باخته وانكرم القوضة بسرعة وفتح الباب ومشي بعدها لقيت الباب مفتوح اللي عم فيده خاف مني وجيري ونسي الباب مفتوح وفا خرجت لا مش معقولي شت تمام يا سلمة وفاكرة ايه اللي حصل بعد ما خرجتي من قدك ياس اه دخلت قوضة يوسف المصري اه كمان عارفة اسمي اه طبعا تي مش عارفة اه انا صحفية تي متعرفينيش يا دكتورة واتكلمتي في ايه بقى مع يوسف المصري سوريا مقدرش اقولك ما تقدريش لي يا امل مش احنا بقينا صحاب عشان دي اسرار شغل وانتي عارفة الشغل ما فيه وش صحب ايه شغل ما انا بشتغل صحفية تي مش عارفاني ولا ايه لا عارفاكي طبعا يا سلمة قصدي يا استاذة سلمة دكتورة انا مش مرتاح لي الكلام ده وحاسسيني ايه وقف كل حاجات كتور شاوية لما تفوق ودي عودتها تنالي الحاضر عليز سلامة خرب عقلك يا مريم دعوتك مستجابة مين مريم دي ايه ده انت سمعتيني بقى وانا بقول مريم ايوه سمعتك وانت بتقول مريم اللي دعوتها مستجابة ايه مستجابة يعني هي يا شيخها يعني كده ولا ايه شخيط ايه بس يا برينس لا دي نزيله عندنا هنا في القصر بس ايه بقى ماقولكش قلبها ابيض زي الملكة تطيب او يا دكتور حاسس ايه بنا ادمين اتخلقوا من طينا سودة فيش حاجة اسمها بنا ادم قلبه ابيض قلبه اصفر قلبه تركواز دك اهم فاضي كلهم قلبهم اسود من السواد كابسلك من الناس دي ناس دول سفر خالي انا بقى فيك انت كنت عايزني في ايه اه انا كنت عايزك انا كنت عايزك انا كنت عايزك اه والله كنت عايزني حتى بعتلي وفاء ايو 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 افتكات كنت عايز تشوف ماريم دي اللي البهر بقدلت تتكلم عنها دي نعم عايز تشوف ماريم ايه مستغرب ليه انت مش بتقول انها نزيلة هنا معنا في القصر يعني زميلة ايه المانع ان انا شوفها وتعرف عليها اه بس انت لست من شوية ايه اللي ان الناس دول كلهم قلبه مسود ايو 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 انا انا ما زلت عند رأي ان الناس كلها قلبها سود انما ايه المانع يا اخي ده انا اتأكد بنفسي مش لكل قاعدة اكسبشن يا سلام ايا نامس شكلك كده حنتلي الجنس اللطيف انا بكرههم انا بكرههم كلهم مش طيق اشوف اي واحدة فيهم بس هو الكلب الكلب هو السبب الكلب؟ اه الكلب بس انا ملاحظ اللي جاكي الكلب بتاعي بقالوا فترة عنده اكتئاب شديد فقلت اخدوا بشين لغاية مريم يمكن يكون عندها كلبة فجاكي يقعد مع الكلبة بتاعي هيتسلوا ويتبسطوا كده يا اه قلتلي بقى ومن انتوا كنت تفاكر ايه يا اه كنت تفاكر ايه كنت تفاكر ايه كنت تفاكر دم السليم وانا متأكد من كلامي انت مش شفت البنت بنفسك واسمعت كلامها بعد الجلسة؟ البنت دي في منتهى الخبس وبتتذاكى علينا والكلام اللي قالته دا مش هلواسة سدقيني دا حوار مترتب مع حسن التهامي عشان تقولوا بعد الجلسة مترتب نكسف لها جلسة بالعنف دا كله وتفوق منها بحوار متكسف يا شوقي بيحصل يا دكتورة في نمازج عندها ثبات انفعالي مرتفع جدا بيقوموا صدمات الكهرباء وانت عرفت ازاي انها من النمازج دي لان انا مش ميكانيكي لما اخسر انا عندي خبرة في الطب النفسي قد حسن التهامي دا عشر مرات هو دا مصمر جوحة يا دكتور غيرتك من حسن هي سبب الخناء اللي احنا فيها دي انا غير من واحد زي حسن يا دكتورة اخي بتلميذ عندي اشتر من اللي اسمه حسن دا تلميذ بس تفوق على اسد زيته بدليل انه قدر يتعامل مع الست حالات اللي كانوا هيفتصوا منك وما قدرتش عليهم هو بيعمل ايه يا دكتورة؟ بيعمل اجر انه بيطبطب عليهم بعد اذنك دا ما حاولش ينقشط حالة زاكرة واحدة عشان نعرف الاسرار اللي ما بقولوهاش في تحيات جادر انت نسيت نفسك ولا ايه يا شوقي؟ من انت بتعلي صوتك قدامي بالطريقة دي انا اسف انا اسف يا دكتورة معلش انفعلت انفعلت اصلنا مش متى خيلة يا دكتورة السقة الكبيرة اللي انت مدهاله ده وهو بيخدعك صدقين يا دكتورة ده عينه زيخة معجب بالبنت دي عارفة يا سيدي وموافقة وعايزة الاعجاب ده يوصل لدرجة العشق كمان بتقول ايه يا حضرتك؟ بقول ان انت مش قادر تركز فيه يا دكتورة انا عايزة حسن يتعلق بيها ويتمنى انها ما تطلعش من الاصر حتى لو كانت طبعية مش يا ودي صدعنا كل شوية ويقولك البنت كويسة ومش محتاج عليك اه انا فهمت يعني انت عايزاها طبعا يا دكتور عايزاها تفضل موجودة في الاصر لأطول فترة ممكنة حد برضو استغنى عن بنت شريف الخولي طبعا طبعا باباها بيدفع من جر حساب مش بس عشان سلوس ابوها يا شو البنت دي وراها كنزة ما يتقدرش بمالقه كنزة؟ ما تشغلش فضولك يا دكتور واسبر لحد ما تفهم تمام يا دكتورة بس على اقل نضمن ان ما تحتاجش باي حالة تانية انت عارف يا دكتور ان الحالات كلها ما يقوس منها واي حالة تتعلق بيها حتتسهر علينا زي الكلاب بلاشي الكلاب؟ بلاشي الكلاب؟ كلاب؟ كلاب ما شعوره ما تجهد في الكل بلاشي الكلاب ما ترسوس الكلاب؟ بلاشي 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 الكلاب؟ والله بلاشي الكلاب؟ والله بلاشي الكلاب؟ والله بلاشي الكلاب؟ والله بلاشي الكلاب؟ بلاشي الكلاب؟ ايوه يا ناصر شوفي اي حد ما حد بسرعة وتعليلي غرفة 11 جبرا اطول عمال يصرخ جوه بيناه كومة صعبة قوي بسرعة انت كمان فوقت علينا يا سفن يا مجردين سمعك و سمع كل حاجة يا مجردين يا كفرة افتحوا البيب افتحوا البيب افتحوا البيب يا كفرة افتحوا البيب افتحوا البيب يا كفرة سمعك و سمع كل شيء عامين شرفة افتحوا البيب افتحوا البيب افتحوا البيب وديتوها فين وديتوها فين راعت من السعافية اللي كانت معي هنا وديتوها فين وديتوها فين وديتو فين السعافية اللي كانت معي خطرتوها خطرتوها يا مغرمين يا مرتقية وديتوها فين كنت أحكي لها كل حاجة كنت أقولها كل حاجة وأدمركم كلكم كنت أتنصر كل كلامي وتفضح الكل رجعوني الصحابية تاني يا رئيبان رجعوني الصحابية رجعوني الصحابية هراضح لكم رجعوني الصحاب في يديك رجوع حالي دي كانت الأمل الوحيد تسعة تسعة يا همي ده صوت السيد سوزان سوزان تاني أنا مش حارفة إيه اللي جراله من نهاردة سلمة سلمة رد علي يا سلمة أنا صابع زوتك انت متسراغي يا سلمة سلمة الصوت من هنا هاي الصوت من هنا سلمة سلمة رد علي يا سلمة أنا قلت عن في حاجة يا سلمة رد علي افتكرتك فاتي فاتدينا بكراها 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 رد علي رد يا سلمة ترجعي ترجعي بقى يا سلمة النار افتاحوا النار افتاحوا النار افتاحوا النار افتاحوا النار الدكتورة يستدقيني المحوذيه كلها ما حصليتش في البداخ في إيه يا عنا؟ planning愛سف يا دكتور احنا محتاجين دكتور الشاو Messi ضروري الفيي بي كلهم في حالة هيجوا وبيندو علي سلمي هم صدقتين يا دكتوره اللي حسابته حصل انت لسه هتنظر علي اتحرك سعيدهم بسرعة هم يلا بنت بنتي يا حزن بنتي يا حزن بنتي يا حزن أنت محدين يا حسن حرام عليك! أنت فين؟ قليل سبعها بنتي بتصرخ يا عسن! سبعها! سبعها لي يا حسن! يا حسن حرام عليك! أنا تحتلها! تحتلها! وربين ينقّىها! إنحيها يا حسن! إنحيها يا حسن! إنحيها! العسن وحيخطوها تأيدي! بيقروا مراها! يا حسن، انحوها يا حسن انحوها يا رب انحوها يا رب ايه اللي بيحصل دقا؟ استغفر للعلى العظيم يا رب هو في ايه؟ لا 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 طبعا يا فندم مفيش مشكلة بس هو يعني في مانا يعني ناخد فكرة سريعة عن الموضوع كده قبل ما نتقابل؟ اسفى يا فندم في التليفون مش حينفع الموضوع اصلا معقد شوية وانا حاولت الاقي طريقة اوصل بيها لشريف بي لكن لا هو الاسف شريف بي بره مصر ومش بيستخدم تليفونه خالص دكتور وفي قال لي كده برضو قداني لقم ساعدتك بس لو سيادتك مشغول او مش هتقدر لا بالعكس خالص يا فندم ازاي؟ وحتى لو مشغول افضل حضرتك تحبي نتقابل انت وفين؟ ثانية واحدة كده دكتور معلش خليكي معايا لحظة؟ خليها ديجي هنا ديجي هنا ايه بس قولها قولها ايه يا دكتور مع حضرتك؟ فيلا شريف بي؟ اه المدام يحصل للشرف طبعا تاي بعتلي العنوان على الوادسة تحت امرك يا دكتور مع الف سلامة في حفظ الله غلط يا رباب غلط ممكن تهدى بس وتسمعني اهدى ايه واسمعي؟ طب انا المرة دي جيت الفيلا بنقل على رغبة جوزك عشان جابلك مهندسة ديجور انما المرة الجاية هجيب الست وقابلها هنا في غيابه ازاي؟ هيا مش قلتلك الموضوع بخصوص سلمة ايوة يبقى خلاص؟ المقابلة لازم تبقى رسمية وطبعية طبعية؟ طبعية ازاي يعني؟ اولا ما يفعش تقابلها لوحدة كم رتبوها موجودة تاني حاجة بقى ما يفعش تاخدها تقابلها في اي حتة برا البيت لان هتشك ان احنا مش عايزين هتشوف شريف والشكة هيبتدي يشتغل وصلت هو منطق بس يعني من غير بس احنا مش ضمنين الست دي اللي يدير مكان مرعب زي ده اكيد عليها سم ومش هتفوت اي غلطة لا بس بقولك ايه احنا لازم نبلغ شريف بالمقابلة دي مش نعصينه والنبي طبعا انا اكيد هبلغه بس لما فهم هي جاية تقول ايه الاول مع ان انا عارفة هي تقول ايه عارفة عارفة ازاي يعني هو فيه غيره الحيوان لازم ممازن اكيد عمل مصيبة قلتلك مئة مرة يا اقرب مئة مرة ما تخليش شريف يعمل المصيبة دي مقدرتش يا رباب مقدرتش شريف كان مصمم ان الزفت ده يروح لها ولو كنت ضغط عليه اكتر من كده كان يحس ان انا بعمل كده عشان خطر سيادتك يا سلام وانت ما كنتش فهم بقى انه واحد متخلف زي ده ممكن ياخد القصة دي كلها ويروح ينشرها في اي جورنال ودينا كلنا في دهيك وحيستفيد ايه من النشرة يا حبيبتي زيادة ثلاثة تعريفة في المرتب ولا موظفة جيدة في جورنان كبير يا حبيبتي ده اوخد عكمة من جوزك قد كده ده غير الاتشاك اللي بياخده في كل مرة بيروح للهنم الصغيرة احنا لازم نبلغ شريف بالمقابلة دي مش نعصينه والنبي طبعا انا اكيد هبلغه بس لما فهم هي جاية تقول اي الاول مع ان انا عارفة هي تقول ايه عارفة عارفة ازاي يعني هو فيه غيره الحيوان لسمه مازن اكيد عمل مصيبة قلتلك مئة مرة يا اقرب مئة مرة ما تخليش شريف يعمل المصيبة دي مقدرتش يا رباب مقدرتش شريف كان مصمم ان الزفت ده يروح لها ولو كنت ضغط عليه اكتر من كده كان يحس ان انا بعمل كده عشان خطر سيادتك يا سلام وانت ما كنتش فهم بقى انه واحد متخلف زي ده ممكن ياخد القصة دي كلها ويروح ينشرها في اي جورنال ودينا كلنا في دهيان وحيستفيد ايه من النشرة يا حبيبتي زيادة تلاتة تعريفة في المرتب ولا موظفة جيدة في جورنان كبير يا حبيبتي ده واخد عقمة من جوزك قد كده ده غير الاتشاكل اللي بياخده في كل مرة بيروح للهنم الصغيرة بحبك يا مازن بحبك وعندي استعداد اعيش معك في اي مكان في الدنيا ان شاء الله حتى في مغارة اشباح مغارة اشباح وصفة عبقر يا سلمة مهو الزبادة اللي انا عايش فيها دي هتتوصفش غرب مغارة اشباح مجنونة من ساعة ما قابلتك وشفتك من الاول مرة وانا عرفت ان انبغيك طبق بس مش درجة انها تقلب بجد وتتحكزي في ما صح ايوة انا مجنونة ومخي لسع خلاص ومش فارق معايا الدنيا باللي فيها بس لو في حد مسؤول عن جناني ده تب انت يا روحي انا ايوة يا مازن انت السبب اللي حصل كله لبنتي امال ايه جا ننتقى بكلام الحب واسطوعنات النص بياها انا عمري ما نصبت على سلمة يا عمي انا بحبها عمي ايه عمي ايه وحب ايه والكلام القديم اللي انت بتقوله ده واكون فاهم ان انا جايبك انا ان خلاص وفقت على انك انت تتجوز بنتي وخلاص عبقى حماك اه مانا معرفش حركة جايبني ايه لغة دلوقتي عشان المصلحة يا ماز عشان المصلحة يا حبيب مصلحة ايوة او ظروف السودا اللي حطت مصلحتي انا وانت ان احنا هنتقابل فنقطة واحدة انا محتاج بنتي وانت محتاج الفلوس تاني تاني فلوسة باشا بص يا اخ مازم دول عشق الممنوع ده وفيلم الابي دوسود اللي انت عايشه وقصة الحب الوهمية اللي كنت عايشها مع الهنم الصغيرة دي تنسى خالص تمام؟ وتركز بقى في ايه تكلمتين اللي انا هقولهم لك دول بص يا ابن الحلال سيناريو حياتك احنا عارفينه مشهد مشهد واهم مشهد فيه مشهد محضر السرقة اللي اتعملك في الكلية وحرس الجامعة ترمخولك الموضوع في مقابل ان انت تشتغل عصفورة وتنقل اخبار زميلك وتنقل اخبار اتحاد الطلبة لامن الدولي ايه رايق فيه؟ عجبتك؟ استنى فيه مشهد تاني ما ينفعش الانسان مشهد جاردت المستقبل اللي انت كنت شغال فيها صحفي بالقطعة ها؟ اكمل ولا كفايا عليك كده حبيبي؟ كفايا كفايا يا كرمبيه انا تحت امرك يا باشر ايوة يا باشر حلوة وكده الكلام مش تقولي يا بحبها ويا عمي والكلام القديم ده لا يا حبيبي اولا انت تروخت زورها في المواعيب اللي انا احددها لك ثانيا تقولها ان انا وفقت مبدئيا على جوازك مبدئيا ثالثا تروخت زورها كل وقت والتالي الغاية لما تخد وتخد من المصرها رابعا تقنعها ان هي لازم تخد بالها من العلاد الغاية الاخر خامسا هكتبلك شيك بعشر تلاف جنيه عن كل زيارة انت تقوم بها كاش نعم ولي قلت ايه كده؟ بقول لي ساعدتك كاش تلاتين الف جنيه في كل زيارة مش عشرة نعم يا اخويا انت عايز ايه يا وعتكتب لي شيك تاني بنفس المبلغ تجننت في عقلك ولي ايه؟ بنتك اللي الجننة اباشا وانا هنا عشان اساعد في علاجها وبيبقى انك كشفت تاريخ حياتي كل ومشهد مشهد يبقى نحرق كل ورق بقى ونلعب عنك شوف مش بقولك مش بقولك ان انت نصاب وتستهل العلم ثانية واحدة باشا ثانية واحدة بعد ازن ساعدتك طف فلوس كاش وفهمنيها ما يدرش انما ايه موضوع الشيك التاني اللي عايز الباشا يكتبو لك على بيوت دا؟ ها؟ سلمة زكاية جدا يا اكرم بيه والكلام دا قال الباشا دا ما يخشش دماغها بباصلة عشان الكلام دا بايخش دماغها ونقنعها بيه ونقنعها لنا تكمن علاجها للاخر الباشا يكتب لي شيك جديد مضروب ملوش اي لازمة حاخد انا الشيك دا واروح بيه لسلمة والله الباشا أجرني عشان اخدعك تخدعني؟ ايوه اخدعك اباك اتفق معايا اخد كل الفلوس اللي انا عايزها بالشرط ان انا تجيلك هنا من الوقت للتاني وهمك ان كل حاجة تحلت وان هو خلاص وافق على جوازنا المهم انك تفضلي هنا وتكملي علاجك لغاية الاخر وانت وافقت؟ ايوه وافقت ودي اول شيك اهو اول شيك اخدته في الصفقة الزبالة دي كان لازم اوافق اسم انا وافق على اي حاجة تقربني منك حتى لو كانت من غير امل بحبك يا مازل بحبك تعمل صاحي تعمل عبيد تعمل ميت برضو بحبك انا بحبك بحبك او يا سلمة بس انت عارفة ان الحب ده زي البابي الصغير لازم يأكل ويشرب ويتعالج ويلبس عشان يعيش عشان يعيش عشان يعيش يا سلمة وانا عايز اعيش لازم اعيش سامحني يا حبيبي ارجوك تسامحني انا عارفة اني غلطت في حبك ما كانش ينفع انت اكلمة زي دي بلساني وقول اني بحب راجل غيرك بس والله غصب عني اشتغالة بريئة وكان لازم تحصل حسن ده هو الوحيد اللي يقدر يساعدني ويحميني في السجن ده وكان لازم اخذ عواطف وطمنها من ناحيته كان لازم تقتنع انه شريف ومش عايز حاجة منه وانا اللي مجمونة ومشتبعية موسيقى موسيقى مساء الخير سالمهالي اهلا خليكي مسترياحا متحركيش تانكيو عشا خفيف ان شاء الله يعجبك انتي لازم تتغزي كويس خصوصا بعد العلق اللي انتي ختيها دي لا هاكل انا واقع مجوع بالهنو الشيف اسمي كاي زينب طب بقوللي كي يا زينب انا بقالي اربع ساعات باسأل ع الدكتور حسن ما حتش عايزي قولي يا مبه فين طب الاول دلوقتي كلي كويس وتغزي وانا هدور على الدكتور حسن واول ما هلاقيحة بلقه تؤمريني بحاجة تانية ميرسي تصبحي على فير ومعدين في القلق ده لا تكون عواطف طردته بعد البلاوي اللي انا قلتها وانا لباخت الدنيا ولا ايه برافو يا سلمة انا عرفت اللي حصل في جلسة الكهربة انت عبقرية حسن احرق الورق دي فورا بعد ما تقريها حاضر حاضر وارفع المرتبة لحد انصار المرتبة؟ المرتبة عيل الورق؟ ده انت هايل يا حسن هايل مش بس هايل انت تجنن تجنن جننتين يا سلمة ده انت اللي حزت جماغي ده انا ما بقيتش الدكتور في ما صحها ده انا هبقى مجنور فيها الدكتور؟ يطلع مين الدكتور ده؟ اخي الساقي امراض نفسية عندي في المصحة انا في الاول شكيت ان هو اللي معجب بيها ومتعاطف معاها لحد ما اعترفتلي بنفسها وبعد جلسة علاج تقيلة جداً ما ينفعش تكسب بعدها ايوة يعني اعترفت لحضرتك يعني ان هي معجبة بي والجودة؟ مش اعجابه بس يا اكرم بي ده الحكاية تقريباً وصلت لتحرش ايه؟ تحرش؟ طالبت منو يحضنها ويبوسها وحاجات عكيبة كده يا نهاري سود دي اكيد تجنينت راسمي اهو كده هي دي الجملة اللي انا جاية مخصوص عشان اسمعها يا هانم قصدك ايه بالزبط؟ انا مش فاعمة حاجة قصدي انكم مكنتوش واضحين معايا من البداية يا هانم دخلتو سلمة عندي على اساس انها مختلة وعندها هوس اكتئابي لكن التشخيصات المبدئية اللي عندي بتقول انها سليمة ووعية جداً بدليل ان ساعاتك مستغربة من تصرفاتها دلوقت شو بتقولي يا جنينت ولا ايه؟ اه بس انت ليه بتدخلينا في الحوار ده؟ المفروض باباها هو اللي خدها ودخلها عندكم بعد نصيح الدكتور جورش طبعاً غلط يا هانم ساعاتك اللي دخلت سلمة المساحة مش ابوها نعم ايه الكلام اللي انت بتقولي ده يا دكتورة؟ بقول اللي قريته فرق سلمة ايه؟ فرق سلمة؟ طبعاً هو ساعاتك ما تعرفش ان كل حالة عندنا بتحكي حكايتها بالتفصيل في جلسات العلاج وان احنا بندونها في ملفها الشخصي واللي حكيته سلمة صعب صعبة قوي صعب ازاي يعني؟ قالتها دكتورة يعني قصة غريبة ومرعبة عن خيانة زوجية بين مرات ابوها وسكرتيرو الشخصي موسيقى اتمنى يا هاني انا ستة امينة جداً على اسرار المرضى بتوعي ومستحيل استغلها في اي محاولة ابتزاز لغاية كده واستقف انا مش هستحمل اي تلميح عن الموضوع ده تاني والكلام اللي بتقوله المجنونة دي مش هيخوفني المجنونة هو ده المطلوب إثباته يا هاني انا طبعاً عارفة ومتأكدة ان كل اللي قالته ده كذب ومحاولة انتقام من ساعتك مش أكتر ايوا نزيل sett kanske هو ده سلمة بتكرهني وعايز تخلص مني بأي طريقة مفهوم طبعا يا هاني بس الازمة دلوقتي ان سلمة طبيعية جداً والمفروض ان انا قطلع تقرير بالحالة kkk بالاك بالهاداوة كده يا دكتور بتخرج ايه انا متفق مع دكتور وفي انهاها تفضل للحال المفتاح في ايدي انا يا أكرم بي أنا اللي في إيدي بس أقرر مصير سلمة في القصر مش دكتور وفيه طلباتك إيه؟ اقرأ شخصي من شريف بيبل موافقة على أي إجراءات علاجية ومدة العلاج مفتوحة اعتبريه حصل يا دكتور بس الهان انت قسم طلبات حضرتك إنتي قبل ما أقول طلباتي فيه سؤال مهم جداً وحيوفر علينا كتير قبل طبعاً فتبلي هي سلمة اشتغل الصحفية قبل كده أو ده كان جزء من طموحها في وقت من الأوقات؟ البتهيالي هي انشغلت بالحكاية دي بس أيام الجامعة مش أكتر هايل هايل هو إيه اللي هايل؟ إيه دخل الصحافة بالكرسى اللي بتقولها سلمة اللي اتكتبت في الدفاتر بتاعت المصاحة دي مش مصاحة يا هانم ده قصر الأحلام كل اللي بحققش أحلامه في الدنيا بيجي عندنا مخصوص عشان يحقق مفيش أحلام مفيش أحلام في الدنيا دي ممكن تتحققها الأحلام دي خدحة كبيرة خدحة كبيرة أوي البناء آدم هو اللي اخترعها علشان تهون عليه حياته ويفضل يحلم تاني وثالث ورابع يحلم 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 ما انت يا يوسف حلمت حلمت انك تبقى صحفي كبير في جورمان كبير يبقى لك عمود تكتبه كل يوم وكل الناس تقرأ لكن ضاهل عنه ضاهل حلم يا راجل انت كمان بتحلم بالصحافة في لعزة صحيحة الوهن اكتشفت الحصرة وخبت الأمل اكتشفت بجيب أحلام دي سجن كبير وتافي نسفل وحيدة انه أكبر شوية من سجن الحقيقة اسمع بقى انا مش هاكم ولا حط حاجة ببقي اللي ما تجيبلي حاجة بلع بيها سفل أو بيبس سفل مين يا عم الراية دا سجن كله مجدود والباشا برا وطلبك بالقاس ها 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 كنت اطلبك ما فيتحام بيها ولماذا مين يا رجل يا عم برا 3 ساعات أوضط مرتبك الشهاردة لابدا لسه منزلش بعد بكا أه أكيد معاشفر الحمدالله كل هاته يومين وتفرج إن شاء الله ما يفرجت ايه يا باشا دي 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 رجل ما عشوة تاخد رشوة؟ ما عارف المسجول اللي بديها لك فاهم؟ الوضع ما استحملش التهريك ده يا أحمد ده نتشوف سعدك يا باشا تبلي مذكرة في الكلب ده حوالي على مكتبي وعمر تلاتة يتفور فوراً تمام عليك قاية تيوسف المصر على مكتبي بسرعة 27 يوم حابس الفرادي يتوّبه أسوأ مسجول وبرضي مفيش فايلة ما عمل فيك إيه يا يوسف؟ عشان أقلص منك ومن لسانك الزفر ده ها؟ بصراحة بصراحة العيب مش فيها يا سيدة اللي هو العيب في ساعتك ايه؟ ساعتك بتقول إن الحابس الفرادي يتوّب أي مسجول كل مسجول ده إيه؟ مجرم يا إما حرام يا إما قتال قتال يا إما نصاب إنها واحد زي حلاتي جريمته كلها في مخه الضارب ولسانه الزكر تحبسه في قطة ده ما يفكر بزيادة ولو يفكر بزيادة يطلع يهب في وشك زي وابور الجاس هنهري السودو بنيل لا 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 يخليك بالراحة مناش نرفزة أنت يا رجل عيال لو عندك ضغط ربنا يا شفيك ربنا ياخدك يا أخي هتزعل والله هتزعل لو ربنا خدني هتزعل وتقول والا يوم من أيامك يا مصر أنا فعلا هزل بس مش عشان روحك هتطلع ومال عشان إيه؟ عشان إنت اللي هتطلع هتطلع من إيه؟ بالسجن هتطلع بالسجن إزاي؟ ده أنا فاضي اللي ياما دينا يا هلات قالب يا مصري بقت ناشي على رأسها بتفكر برجليها الوزارة بعت لجنة من حقوق الإنسان عشان يعودوا معاكم مع كم مسجوب من الجداد عشان يدوكم إفراج مشروط إيه؟ هي بلدنا؟ بقى فيها حقوق الإنسان؟ مش بقولك حالة قلب بقى تفكر برجليها؟ لا لا دي تبقى بازت خالص بس لما أخذ أسعدتك أنا مش مسجون سياسي بس تاريخك كله سياسي يا مصري صعفي ثوراجي قديم وبتاع شعارات مش معقول هيفرجوا عن عيال الصغارين ويسيبوا شيخ الدجالين مش تقول كنا بقى من الصبر عملت تنرفز علي وتشترني ده بدل ما تدلعني ويجيب لي فنجال قهوة واسجارة عشان ناخد ولدني في الكلام لما نفسك يا يوسف وتكلم عدل اوه اه اتكلم عدل فيني باشا يعني يعني اتكلم عدل قدام ساعتك ولا قدام لجلة حقوق الإنسان؟ لمصلحتك يا يوسف مصيرك في ايدين اللجلة دي لا يا باشا مش مصيري انا ده مصير ساعتك انت يا سادة الليوة مصيري مين يا هابل انت انا صفحيتي بيضوا في السجن ده هو دين يدوروا على الفترة الصغيارة اللي انت وقيته في السجن ده جاي يدوروا على بلوكي القديمة الكفر اللي عملتوا فيي انا وبيري فالهمش داعوا باللي فات يا يوسف فانو حاولت تتكلم عنه محدش اسمع لا تبقى غلبان يا سادة الليوة ما انتش عارف أساليب الوزارة اللي بتشتغل فيها اللي الرب خير بالاشترا اسألت انا بس قول ايه يا متخلف انت؟ عايز اقول ان اللجلة دي مش جاي علشان تقيمني انا وشوية مسجونين سياسيين دول جايين علشان يصفوك يا سادة الليوة اصفوني؟ اه يصفوك وهيلاقوا اي شماعة يعلقوا عليها اخطاق الفضيع اللي عملتها زمان وطبعا مش هيلقوا شماعة تستعمل زي حالاتي اه يا غاطية لا 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 درسية الليوة ايه تمال حول الانسان ولا درسية اللي ابنة يوسف يوسف انا كبرت والوزارة صابتني في الخدمة اكتر من اللازم كلها شهرين ثلاثة ومشي وزي ما انت عارف ابني زابط مهم في الوزارة مش معقول بعد الخدمة دي كلها يعرف ان انا اتضعت بتقريب مشبوح دول يا وحشة دول يا سخيفة دول يا بنت ستين كلب سبحان الله بقى اللي هو جابر عطوان اللي ما صير ناس كتير قوي متعلق في صابعو زي الخشب المريونيت يبقى في الاخر ده ما صيره في قيد العبد لله جابر عطوان مين؟ مش ممكن اللي هو جابر عطوان اللي معانا هنا في المصحة؟ طب ازاي؟ لا لا بقى انا كده مش فاهم حاجة خالص يعني مأمور السجن اللي انت كنت فيه هو نفسه اللي هو المجنون اللي معانا هنا كابر عطوان اللي عمل معاك التحقيق الوهم ده كتب الكلام ده كله عن لسانك؟ متكتبش الكلام ده يا ابن لا اكتب اكتب يا حضر السكرتير ده اهم جزء في الموضوع كله يا سيدي انا بسألك عن حكايتك انت وعن الظروف اللي جابتك هنا اللي جابني هو اللي جابك يا سادت اللوة والظروف اللي جابتك هي نفس الظروف اللي جابتني بس انا مش فاكر الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى مش عاوز تواجه نفسك بتهرب منها يا سادت اللوة لا بالصحية على عمر بهردت من نفسي طب واجه نفسك بقى افتكر اللي حصل دلي وبينك في سجن ابو زعبل افتكر يوميها يا اخي قلتلك ايه؟ رديت بأسلك يا يوسف وطلعت جدع معايا ومع زمايلك كلها ومغربتكش كتير هي اكلت سمك وشوي السلطة؟ سلطة؟ سمك وجنباري وجندوفي وصبيت داخل السلطات بخضرة وطحينة وبابا غنوب ورز السمك العنبر كله؟ الكويسة ما مغلتكش السجن كله هي بس اللجنة دي قدامها ثلاث ساعات خلا؟ نهر نستنى اللجنة بقى لما تيجي وندردش بقى ونقول اللي عندنا لا لا ندردش ايه؟ انا موافق موافق اه حلو كده ليك علي اول ما تيجي اللجنة اضبط الناس اللي هتطلبهم اللجنة وحفظهم بالكلام يا فاتحي ديني حد من الخدمات يا ابن وما تبقاش تنسى الساعة وحياتك كمان؟ والسجاير تبقى مستوردة قصي السجاير المحلية بصراحة بتبقى ملانة خشب بتتعبس دور الناس كمان السجاير مستوردة؟ هو فيه اكرة زفرة زيدي من غير السجاير مستوردة ايه يا فاتحي كمان؟ كل الناس أكلت وببسطت والبشعة من اخر وايكل هيك الترخير طب يلا بقى عشان اللجنة بقى لاسة عم استنين يالا يوم أهلاً وسهلاً والله من النوارين يا بهوات دي خطوة عزيزة متشكرين يا أستاذ يوسف ده بس من زوءك إيه بقى الموضوع المطلوب؟ الموضوع بسيط جداً إحنا كنا جايين نسألك في شوية حاجات كده بخصوص إقامتك في السجن للفترة الأخيرة آه يعني حضرتك طبعاً رجل صاحفي سياسي قديم نقدر نقول كده إنك عارف حقوق كويس أجهد عارف حقوق كويس دي العبتين الزمان والمطلوب بقى عن إقامتي في السجن تحكيني عن الظروف اللي مريت بيها الأكل الشرب النظافة المعاملة هاهاهاها هاهاهاهاهاهاها هاهاهاهاهاهاها أصلاكم صراحة كده بتفكروني بمشهد مكرر وسخيف في كل الأفلام العربية أفلام العربية والأجنبي كمان الفيلم بأمليان بلاوي سرقة ونهب بوقت والموليس يجي في الأقل أنا كده تقريباً فهمتك تقصدك تقولي يعني إن السجن كان الفترة اللي فاتت مليان تجاوزات أو إن إحنا جينا في آخر اللحظة مظبوط هو ده بقى الفيلم اللي إنت عايزين تعملوه فيلم؟ إحنا هنعمل فيلم على الأموم الفيلم جاهز يا بها والد والتقرير كمان جاهز مش ناقص بس بل إنه قمض عليه أنا وزمعي وإنت تاخذ التقير والشبراء ونفسكو بيه بس يجي لعبة خيصة وأنا مش هلعبها أبداً أنا هقول الحق ولو على الأبد ولا قد عمره كله داخل السجن الراجل ده هم راجل نزيل راجل شريف عمره ما ظلمنا ولا عمره عملنا بقصوة ولا زل التفز مش ممكن استحيل يا يوسف أنت كانت فصت عمرك وتضيحها عشان قتلت سمك وصحابك موسيقى 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 ايه ده اليوم ده تاريخي يا أخوان اليوم ده كان عزقة تتعاشيش ورقّازة عشان نعيش يوسف المصر البطل يعني الرجولة والشهامة كلها ادعول يا رجالة الله أحبتك الله أحبتك الله أحبتك يعمل ايه؟ وأنا عندي بيت علشان يتعمر يا رمم بقى من عارف لما أخرج من هنا هروفيه في الدنيا الوقت يا ليه؟ من قصت عبيد؟ قل لها عبيد؟ بقى أنا خرج جابرة على أطول من الورطة الفضيع اللي هو فيها علشان أأكل شوية بقر زيكو بقول لك يا جدعي انت احنا مش عارفين نبلع اللومة من غيرك خد حتاكل يعني حتاكل تبلع ايه؟ لأنتم نسافت الوليمة كلها ما استاكلوا بعض الأكل كتير والخير كتير دعنا حتا بعضنا العنبة الخامسة كل والعساكر كمان أكلناها جاهل يا عبوندو طب تساجدع انت كمان وتعالى كل معانا ما تبقاش انت صاحب الليلة كده وتتفرج علينا إيه ده؟ مين الأخ اللي عاد بتكاوم هناك ده؟ آه دوارة جديدة جاه يوم الجمعة لما انت كنت موجود في الانفرادي ألا طب وجايت أكلنا أنا؟ مش تعمل معاه الواجب وتأكله هو؟ والله أقطع قلبي معامل ساعة ما جاه لا بيأكل ولا بيشرب ولا بيدخن ولا عايز يعمل أي حور من الطاوب العافلة إيه يا أخينا عامل في نفسك كبير يا ابني؟ لا بقولك إيه؟ ما هو السجن يحب الظلمة ولو سبت نفسك للظلمة هتعيش اليوم هنا بعشرة آه السجن يحب الجهابة الحزن لا اطلع منهم كل واشرب واتحك من غير سبب اعمل اللي انت عاوزه صدقني الوقت هيمر عليك ولا هتحس بيه يا أخينا ما ترفع وشك كده وتكلمني اه 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 انفلا تسجي في حاج ارجوك ايه ده؟ انا اه انا شفت الخلع دي فينا بي كده اه مراد مراد الأهل فيه مراد الألف مين؟ الباشر اللي معانا هنا في القصر؟ ايه البرينس؟ ابن الباشر الكبير قوي صاحب العطيان والعزب ومصانع الورد والبرفانات سامين اندي بتعرفني منين؟ انا الدبور الدبور اللي زن على خراب عيشها بوك وفضعه في الجرايد علشان يرجع حق الفلاحين الارض اللي سرقها بوك من فلاحينه بشوي وضمها للعزبة بتاعته ايوه ايوه افتكرتك انت الصحفي ده الصحفي ده اللي اسمه يوسف؟ المصر المصر يا برينس بحط تحت المصر دي مليون خط المصر الكحيان اللي فضح ابوك علشان يرجع حق الغلابة اللي سرق أراضيهم انت غبي انت غبي وأمتخلف ومش فاهم اي حاجة صح مش فاهم اي حاجة وفعلا كنت غبي وأمتخلف لما افتكرت ان لما افضح ابوك في الجرايد ريكمها تجري وتاخد حق الناس لكن ايه اللي حصل بقيت نفسي في الشارع مرفوض من شغري وابوك زود على أرضه أهلاف القفدة الأرض اللي انت بتتكلم عنها دي أرض والدي والفلاحين الفلاحين هم أصحاب الأرض الفلاح اللي بيزرح الأرض بعارك وجوده ما هو صاحب الأرض مش اللي سرقوها منه اللي زيقوا ايه راحت يا سيدة عشان ترتاح راحت الأرض وراحت الفلوس والدنيا كلها حق الناس حق الناس رجع للناس مش مصدق ده أنا هموت من فرحة ما صدقش جابر عطوان لما قال لي انه بقى فيه رجال او إن إنسان في مصر وإن فيه حكومة بتفرج عن الغلابة ولد البلد وتحبس اللي زيقوا مش الحكومة هي اللي حبستني يا حيوان مش الحكومة منت منت هي اللي حبستني منت اللي هي هي اللي غادرت بي وحجمت علي بالزل والعار ودخلت نفسي بنتي 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 أيوة صح ده هي الغبية اللي عملت كده بنته أميرة اللي اتهامته زوره وقالته نورماها متراس فأنا إزاي نسيت حكايته حكايته اللي ما كملتش في التحقيق العجيب ده بس أكيد هتكمل في كلام يوسف بس أكيد هتكمل في كلام يوسف أيوة صح أكيد هتكمل في كلام يوسف كمل يا يوسف بليز قولي الراجل ده طلع من السجن إمتا؟ وجي هنا إزاي؟ أيوة صح ده هي الغبية اللي عملت كده بنته أميرة اللي اتهامته زوره وقالته نورماها متراس أنا إزاي نسيت حكايته حكايته اللي ما كملتش في التحقيق العجيب ده بس أكيد هتكمل في كلام يوسف أيوة صح أكيد هتكمل في كلام يوسف كمل يا يوسف بليز قولي الراجل ده طلع من السجن إمتا؟ وجي هنا إزاي؟ قول أي حاجة؟ أنا مش عارفة أقول إيه؟ أنا إنسان تشل مش عارفة الكلام طبقا الكلام هيفيد بإيه يا أستاذ يوسف الكلام هيوسيني؟ هيطف النار اللي عيدة جوه قلبي؟ مش هيطف فيها مش هيطف فيها جرح عميق وغميق على كل حال أنت ممكن يكون عندك حق في الكلام اللي قلته عن والدي بس أنا عايز أقول لك يا أستاذ يوسف إن أنا مش حرامي أنا مش حرامي صحيح عندي صروة كبيرة وتستعن والدي إنما أنا مليش زمن يا عم ما خلصنا بقى أنا بس الجلالة خدتني و وبقين وطرعحتوه إيه؟ بقين وإيه؟ لا 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 أما هو أنت لازم تصح معاقل اللغة أنت مش في صراحة أفاتور أنت أنا في سجنة أبو زعبل يعني لازم تفك إنسانك شوية وتمش معاه في الهجايز هجاي؟ هجاي؟ يا راه hesitن؟ هيا 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 غا… 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 غا…… غا حياة طغيرة خليت نوعك...... inflammatory تتخليها برد burning of the night ما بتبردش ما بتبردش يا أساني موسفى مرق اللي جواي يا ما بتبردش ما مش هتبرد مش هتبرد طول ما انت بتشعللها بأنك تفكر في اللي حصل أنا ما قديش حاجة فكر فيها يا مرة هي الدنيا دي كلها كان فيها حاجة بالنسبة لي غير بنتي أنا كنت عايش بيها مش عايش عرشانها أنا كنت بقى كل بشرة وامشي واتنفس تنفس بنتي تنفس أميرة تيجي هي أميرة في الآخر تترمي في ضهري بدخلي السجن عشان واحد كلب زي ده أنا صحيح ما خلفتش يعني ما عرفش يعني يا أبا ما حسيتش بالأبوها لكن يا ما تمنيت إني أعرف الإحساس ده لكن تلوقتي ضقته وعرفش مرته منا كاميران الساقالانس يا أستاذنا شكرا بوندو ما لا حدق بإيه بد انجام بالطوم يا باشا آخر أبها آه ماشي طب خمسة كده وصلنا على واحد حبر واحد شاي فتلى البريمس أحلى فتلى الباشا ابن البشوات قد تكرى على الله كلك سدودش فول لا يا يوسف أنا مش باكن فول وطعمية والحاجات دي ما انت لازم تأكل يا أخي هعيا يا يوسف أعي معدتها هتتضمر يا أخي يا ابني ما انت لازم تأس على معدتك لازم تأوت نفسك عشان تستحمل العيشة في المخروب ده وأنا مش عاوز أعيش يا يوسف أعيش علشان مين علشان الناس اللي قاعدوا في بيت عشرين سنة و بيأكلوا من خيري و في الآخر شهدوا علي أزوروا قدام عيني ولا عايش عشان بنتي اللي خانتني وغدرت بي عايش عشان مين أنا وعدتوك أول ما النيابة تسمح لي ابن الصرفة من البنك أول حاجة هعملها إنه ننفذ ديلي اللي اتفاقنا عليه مضبوطة هالي الشنطة دي فيها ميتين ألف معفولين كل واحد خمسين ألف زي ما اتفاقنا أظن أن أنا وفيت بوعدي ويش وأسرع من كده مفيش قطر ألف خيري كست هالي أيها بس أنا أنا فاكرة ستة هانم إن حضرتك وعدتينا على إن كل واحد هيخد مية مش خمسين مضبوط يا فاتحي أنا حب الناس المركزة الخمسين التانية حديهالكوا أول ما بابا ياخد الحكم بابا و قادرت إليها بالثانية يا فادرة ما هو سعدتك اتحكم عليه خلاص آه بس لسه في حكم في الاستقناف و إيه اللي حيضمن إنه كنتوا مش هتغيروا أقوالكم اللي قلتوها قبل الاستقناف يا هانم ولو غيرنا كلامنا هنروح فيه معلش الإحتياط واجب وهو أنتوا جربتون وشفتوني أنا باوفي بعودي إزاي بس أنت وعدتين بوعد تاني خالص وعد إيه يا بدرية؟ قولي أنا حضرتك قلت إن إحنا مش هنسيب الباشا في السجن كده بدرية سكت يا بس يا فاتحي سيبنا تكلم و كمان قلتنا إن إحنا هنضغط على الباشا لغاية لما يخلص الموضوع وتتجوز الأستاذ رامي وبعد كده أنت هتصف الموضوع بطريقتك أهو دل أنا كنت خايفة منه إنكم تاخدوا الفلوس كلها وبعدين نبتدي بالشحتفة وهري الفلاحين لا 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 يا ست هانم بدرية ما تقصدش وكتبت لا ما تقصد ولا تقصد يا فاتحي اسمعي كويس يا بدرية أوعد كوني فكرة إن كلويين دراعي ولا خايفة منكم نافر اللي مش عاجبه يروح يغير أقواله ويتحبس مع الباشا أعذرين يا هانم لعيشة عمري طويلة قوي ويصعب علي بإيدي دي بعد ما خدمت الباشا بيها إن أنا أخضر بيه وأنا ما صعبتش عليك يا بدرية لما الباشا بتاعك كان حبسني زي التحفة في البيت عموما اللي صعبان عليه سجن الباشا يروح يغير شهادته ويتحبس معاه ومش هيشوف مني ولا مليم لا 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 يا ست هانم إحنا زي ما إحنا وإحنا في ظهر حضرتك إلى أبعد الحدود لآخر العمر ده ده كهن ستات وبيروح على طول وإحنا تحت أمر حضرتك سمير شلي الفلوس شيل ربنا خليك لينا يا ست هانم ربنا خليك لينا أيا بيبي باري جود طبعا أنا نفست اللي اتفاقنا عليه بالملي دولي ترموا على الفلوس زي الكلاب أيو! ده أنا قفشت عليهم حتة قفش النمائي ولا قلباتشينو جاد فادر اديني أحبك وانت شرس بس هاتهاري مني المزة الله يحرقك انت واللي جابوك لا 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 يا حبيبي لا خالص انت عارفة ده 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 كاسد والله كاسد انا مشغل حتة شعبي كده انما آخر خلاعة اشتا يا عم الله يسهله شهيه صواء وحركات حلوة العربية صح؟ حلوة دي جامدة دي جامدة اخر حاجة تي مش هتيجي بقى ناخد بنتة كده في الحنين انا عايز اوريك اسوقتي لا بنتة ايه المحامي اكد علي ان احنا ما نتقبلش خالص لغاية ما تخلص القضية ايه القضية الجملي دي بقى مش هتخلص بقى يا بيبي هانت يا حبيبي خلص كلها كميوم ونتقابل مضمونة 100% خلص خلص حواراتك بالليل ونتكلم ماش يا بيبي باي وحشتني يا ابن اللذينة وحشتني يا ابن الصيع يا سبحان الله ما هقوله بقى القطة البريئة دي بتعمل كل ده الكلاب يعني بريئة يا يوسف الكلب يعيش تحت رجليك حتى لو ماتنا يتبوها لكن القطط القطط تاكله تشبع وفي غمضة عين تقدر بك عيني يعيني على العمق والفلسفة ما انت بتتكلم حلوة ماما قل فلسفة ايه يا بلدة منت انت فاكرني ايه فاكر ان الاغنية دولي يعني ناس جهلة انا فنان يا يوسف فنان وليه معارض في نابولي وفي مالي سابع بقى ان انا عرفت بالوقت بس انت دخلت قلبي على طول من غير تمهيد لي عشان فنان استعرف بقى يا فنان انا ليا لابو اقضي يعني وجهت نظر فاني حصل لك مع بنتك ده قول ايه يا يوسف قول اي حاجة حتى لو كنت بتكذب عني يعني بقى قول مسلك يعني مسلك مش يمكن البيت اللي كانوا بيحبوا بعض بجد وانت بغباوتك فرقت بني حب ايه يا بنا ادم انت حب ايه الحب ما بيفرقش ما بين واحد عايش في قصر واحد عايش في قفص باقولك ايه ما تخلنيش افعاطر مع البنت واخد موقف منك تاخد موقف مني عشان خايف على بنتي وبامنع عنها كوارس كوارس ايه بنت سامي الحب كارسي يا فنان باقولك ده بنا ادم صايع ومتشرد وكان طمعان في صروتي انا طمعان طمعان نفسي اللي اتقل زمان نفسي اللي اتقل يا فنان ما انا حبيه حبيه حبيهت اميرة بريسهيسا بنت زواد اهلها اغناء عدوه فلوس كتير بس انا عمر ببصتلي فلوسها ولا بغناءها كل ببصتلي هي هي وبس مشها البريء الجميل وبس صدق بالله ايه طمعان اصدق يا عم اقول لا اله الا الله اوكي اوكي لا اله الا الله انا شوفها كنت زي العصفور الحر اتقل من شجرة لشجرة وكنت دايس عطنيا بجزمتي وبعد ما شفتها كلب شتني كتفتني وربتني على الأرض وبقيت وانا في الأرض انت عاوزت تشعلق بأي حاجة علشان اوصلها طبعا ما قدرت استوصلها لان اهلها رفضوك وإلا كان زمالك دلوقتي عايش في عزها وعلى أفاها أفاها؟ ايوة طبعا أفاها شور انت فاكرين يا صدق القصة الرشيدية السخيفة اللي انت بتقولها دي ان انت ضحية قصة حبي شريفة يعني دي راجل حس باين حس حتى بنبرد صوتي بسنتك في راجل يحب واحدة علشان في روزها تفضل عاشا جوها تلاتين سنة تلاتين سنة يا مراكت يا خربيتك يا يوسف يا خربيت سنينك ايه الحب الجاحت ده؟ ومين الغبية اللي تحبت الحب ده كله مخطفتكش؟ هي دي فاة اللي كنت فاكرني هي وكنت هتخنقني بسببها؟ مش معقول تعشقها للدرجات دي وعايز تموتها؟ ليه؟ قول يا راجل قول هي مين؟ طب يوصف ملامحها؟ قول اسمها؟ قول أي حاجة؟ الله عليك ها؟ هو الشعر أنا متفائل متفائل جداً ها؟ متفائل بي يا أستاذ؟ وأنا لسه عملت حاجة؟ لا أنا عاصلي القعدة كده والجو والحامل الزريف ده والبايب بس بصراحة الدخان اللي انت جبته لي في البايب ده too bad لا بقولك ايه؟ ما جاتش على الدخان يعني كفاءة أن أنا تعبت وعملت أكروبات عشان أعملك الحامل أقولك دخم بالإحاء وهي هتجي معك أوكي 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 أول try يا سلام سلام عليك يا برينس لو جبتها صح والله إيه بقى ده يتوقف على يتوقف على إيه بقى؟ والله يتوقف على الوصف اللي إتا هتوصفه لي ونعرف أوصف حاجة في الدنيا غير بقى أنا حفظها حفظها صم اسمع اسمعك من الشعر بقى خش على إيه؟ إيه ده؟ انت وصفتها له بجد؟ طب أنا كده هتجنن لي هموت واشوف الصورة دي ما إيه رأيك؟ الشبه قريب ولا إيه؟ ماريا ماريام ماريام يا مراد ماريام ماريام قدرت على الزمن وتخطت تلاتين سنة قدام ورجعت الحضن راجعت الحضن ده كده يا يوسف كده بك الخير أنا مش اسمع كلامك تاني كم مرة أهدني قلتلي مش هتسبني كم مرة أحلفني صنع مني ما نحدش عيدر ياخدني منك كم مرة أحلفني كم مرة أحلفني ما تستهبليش بقى انا جايز كل حاجة علشان هربت واختفك لكن في الاخر انتي قلت بلاش خفتي وانت مالك ومالي يا اخي مالك ومالك وانت مالك خفيا يوسف وانت شايفني الاميلة دي انا انا عرفت الدنيا على ايدك انت واتبت على جربتك كنت جديني من شعري واختفني بقافيا ياريتك زي الاميرة دي انا او حتى فروبة عجنانها حتى الاميرة دي انا اتنوها ساحلوا حلمها عشان السلطة والفلوس وهو انا عايشة يا يوسف ما انا مهيدة وانتامك هو روحي تلات تلاتين سنة انت اللي ساحبها بيورك كفاية كفاية بقى يا بريد نظرتك صعب بقى قوي مش اصعب من اللي هشتبها بك انا تبادل تاوي يا يوسف هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دورت عليك روح تفين يا يوزي محبوس يا ماريان مارني في السجن بتوهم متلفقة بالضبط زي ما قالك عملوها في الزبان رجبان محبوس وقالي برضو اللي حبسوني أنا محبوساً لوحادي يا يوسف لوحادي مش تيه اللي بحصل لنت لنتا كنت بتتمنى اتمنتها اتمنتها حاببت كتير كتير قوي اتمنت تجمعنا ساعة بعد حد ملا في السجن وانا هو يبني اهدب لوحادي ماتش معايا ماتش معايا يوسف طالب 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 صباح الفل يا ست الكل يوسف 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 مين يا ست ماريا مارهم يعني مين مارهم اتا مش كنت بتحب واحدة اسمها فاتن ايه اللخبطة دي انا كده مخي تشل اتا مش كنت تخنقني بايدك بتقول يا فاتن يا خينة مش عارفة ايه مين مارهم دي بقى انتي مالك انتي مالكيش دعوة ماليش دعوة ازاي ده انا توحا حابنتك مين ستفرج معيكي ستفرج على ايه دي حاجة تخصيني انا طب هو في فرق بنا يا ست الكل ده انت اصرارك كلها فعب توحا دي لا يا توحا دي لا فهمت تبقى شكلها كده صورة بنتك انتي والنبي يا ستاني من اتوري هالي بالزمة بالزمة ده اسمه كلام تبقى عايشة معنا ده كله ومعاكي صورة لبنتك الحلوة وما شوكهاش يا نبي والنبي يا ستاني من اتوري هالي ده انا حابوت واشوفها لا يا توحا لا لا لبس ده انا عاني باردة وحنيانة وياستحيل تحسد ابدا ما هو اصل اصل ايه بس انت مش عايزة بنتك ترجعلك بقى ولا ايه نفسي يا توحا نفسي طب ما الفرصة قدامك هاي وانت عايزة تضيعيها فرصة ايه انك تديني صورة البت ونعمل اعلان كبير قوي في الجرايم وننشر لها صورة كبيرة خالص ونقول اللي يلاقي البنت يجيبها لنا لحد هنا وياخد مليون جنيه بيجا تتوحا طبعا ومال انت فاكرة ايه وحنا بدول نفرحلك فرحة زي دي يا امر انا كمان هدفع المليون جنيه انا معي فلوس كتير لا بس انا هنزل صورتها في الجريدة بتاعتي الجريدة بتاعتك اه اه طبعا الجريدة بتاعتك بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك بس وريني الصورة بقى ما هو وصل وصلتي مي مش صورة بنتي نعم مش صورة بنتك ومال صورة مي صورتها بيبي يوسف روغل الواي لابدوائي بسي اتوان بسي قبل سي انا هنشر صورته في الجريدة بتاعتي وهكتب عيوان القصر هنا وسديني هيجي جري هيجي جري وهي اللي بالدنيا هو الوحيد اللي هيدر يرجع لي بنتي هو 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 كمان صحفي شطراوي ينهر السود يغرب بيتك ايه اللي بتقولي ده انا قسف قوي يا دكتور على الاسعاج معلش شغاص بعاني يا غبي يا انطاقي انت لسه حتعتذري زي ما قلت لساعتك كده دخلت عليها لقيتها بتقول يوسف وقفش الصورة في صدرها قعدتها اتحلب في الحوار واجبها يمين ادحرجها الشمال لما هدت حيلي يا توحة انجيزي بقى ورتها لي ستهاني وشفتها بعناي وقعدت تقول ده يوسف حبيبي هتقولي يوسف مش ممكن ومين ادها الصورة دي ما عرفش يا دكتورة وربنا ما عرف انا اول ما شفت الصورة بعناي جريت ابلغ صحاتك على طول المهم يعني خدتي الصورة منها حاولت حاولت وكتابي لا لكن ما قدرتش عليها الصورة لزق في ادها زي الغيرة ورسها وقلف جزمة قديمة لنجيب لها صحفي يقعد معيها صحفي ماو اصلنا ايه بقى قلت لها هاتي الصورة ننشرها في الجرانين بس هي سمعت الكلمة من هنا وقلبت القديم كله وقعدت تقول انا عندي جرنان هتقولي صحفي ينشرها في الجرنان بتاعي يخرب باتك وازا تجيب لها زيرة الصحافة والجرائي دي متخلفة انت هي ناصة غباوة وانا هعمل ايه بس يا دكتورة اصل السلوك عندهم كتيرة وكله منفض على بعضه انا يعني هلاحق على ايه ولا ايه ما هي لو تثابت كده هتهيج وتشاية الدنيا وحسن مش بايت عندك وشوق مش هيجي دلوقتي طب خلاص يا دكتورة واقع الدكتور حسن فاضله ساعتين بالكتير استاني يا توح تشتغليها ليه ما احنا فعلا عندنا صحفية صحفية؟ هي فين الصحفية دي ست سالمة يا سلمة هانم مدمجل تساني يا توحة انا قلعب خلاص افتحي يا صباح القفل يا ست الكل بونجور يا توحة بونجور على عيونك انت يا امر هيختي انت تتكسفي مني ولا ايه؟ طب ده انت بكرة تحبيني موت وتعتبريني زي الدده بتاعتك بالزبط وتتدهيلي عشان اليفك تليفيني؟ ايوة ما ليه ومسيجك كمان لو حبيتي طب بس انت يسألي علي الدكتور حسن هيقولك ان توحة دي الحادة الطريقة الحنايانة اللي في القصر ده كله ميرسي يا توحة لما حب تليف هقولك وعشان اثبتلك المحبة بقى انا عملتلك خدمة انما ايه؟ حتشكريني عليها لعمر كله خدمة ايه بقى؟ اصلاً يعني لمؤاخذة يعني اتقصت عليكي قاموا قالوا لي اني جنابك اصلاً اصلاً يعني صحفيني وكنت بتعملي حوار مع سوزان الممثلة اه صحيح انا صحفية عشان كده بقى اتوسطتلك عند عواصف قلتلها ومالو يا دكتورة صحفية شاطرة وزي الأمر وعايزة تسلي وقتها وتمشي إجاه في الشغل كفرت بقى ولا كفرت لا يا شيخة والواسطة نجحت اه ايه نجحت وبس ده انا جبتلك تصريح الشغل كمان اه 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 بكت عمل بميز عليكي طب اسمعيني في كام شخصية هنا عايز اعمل معاهم حواراتهم اولهم يا ست انا جالك في الكلامة هسفري على رزقك سيبك بعمل فن والفنانين والبكش ده كله في واحدة نزيلة هنا في القصر ست النمائي فرنسيسة صباح الخير يا سلم كويس انيلاقيتك صحي انا مش عايز افطر ولا اي حاجة بليز فطر ايه اللي بتتكلمي عنه يلا بس غيري هدومك وتوضمي كده واستاذ مزن هنا ماذا؟ ايوه اشوفك يوم يا موجوز ده وقت مزن وزفت الطين لح تتعدي يعني ايه الكلام ده يا قلبي ازاي مش عايز تخرجي من هنا ما هو ده بقى الموضوع المهم اللي لازم تسمعه بص بقى الدكتور حسن ده بقى يا سيدي تعال يا مصطفى حط الصينية هنا ايه ده دي حاجة بسيطة كده معلش انا اقتحمت القاعدة كده بدون استئذان بس واجب الضيافة لازم يتقدم ميرسي يا همت ألف شكر هو الدكتور حسن جيه؟ اه جي من ربع ساعة بس شافك قاعدة ما الاستاذ مازل فقال يعني يصبح عليكو بحاجة كده بسيطة مش عايز تخرجي ازاي الله يخرب بيتك ويا حكيات حسن ده كمان اه تقمري بأي حاجة تانية؟ اه طب عن ازنك يخرب بيت كمالك سمعتها بتقوله دكتور حسن ده يا سيدي ولسه هتكمل كلامها لقيتني وقفة قدامها قامت قطمة الكلام على طول يا سلام اه والله اه والله قامت قطمة الكلام على طول مش عارفة تخلي نفسك شوال حد ما تسمع بيقوله ايه اخفي نفسي زي يا دكتور هم قاعدين في القوضة دول قاعدين في الهو وقاعدين في القلق ده يا ست سلمة يعني انا اجي على نفسي وضيفك انت وحبيب القلب وانت بتنم علي وبتكشفيني قدامه مصيب ولا تكون بتحكي الاسرار اللي قلتها الحاني يا دكتور حتان الحاني تخرب بيت هبلك فيه يا دوح يا نهر ازرق ايه الجو ده؟ مش بقولك حوار فضيع مايجيش في خيالك حوار ايه؟ ده فيلم رعب جلسات كهربا ولوة مجنون وتحيقات وهمية وحشكل يخبي الورق وعواطف تقرى الورق شش وطي صوتك انت مجنون؟ بقولك احنا قاعدين وسط عصابة يعني ممكن نتدفن قاعدة وعصير وغرميات دي زاطت على الاخر شاكك فيك يا ملعون انت حاسس انك بتلعب لعبة انت مش قدها كنز اللي لقيته هنا في القصر دا يا ماذا يا كنز هو فين الكنز دا يا ماما؟ من احنا وما اختصص الناس اللي هنا وحكاياتهم؟ يا حبيبي فهمني بس يا مجنون اللي هنا دول والشخصيات عادية لمنهم الشارع كلهم في اي بي وبيعكوا تفاصيل خطيرة شخصيات في اي بي؟ سيما بقولك انت مش متخير بكهربة اللي بتحصل في القصر دا كله لو حد غريب حاولي قربينه يا دكتور ما حضر الجلسة يا دكتور؟ لو قلت بي فيش جلسات يبقى بيش جلسات ايو بس حضرتك الدكتورة عواطف كلماتي لو سمحت انا الوحيد المسؤول على الحالات بتاعتي وقده ودكتور شاوك تبقى دعوان كود الحالات دي فهمين ولا لا؟ حاضر يا دكتور ايو انت وايب ايض عندي با انا عارفة انتم مين وعارفة مين اللي ما اتجاركوا عشان تسرهم ولا يا المؤمن اللي معايا ايو يا سبايا يا سبايا يا سبايا يا سبايا يا سبايا ايو دا ايو دا سبايا ايو كسرت الدنيا يا دكتور خلاص ايه اللي اخرى كعدلت الزبط اعزف يا فاندم معلش انا ما علي ساعة امتكلم على مدير الاني معلش يا فاندم الطريقة عطلان اصف اصف على دول الطعم علي يا مكتبة عشان يسرق الولاي المؤمن اللي معايا واضح جدا انها جريمة مكتبة الاركان دا مكتب حضرتك ايو حضرتك اتمعرضشي لا افتع اللي برا ولا ايه انا باري بصوف رئيس التحليل الجريدة دي الجانية عن التعريف يا فاندم طبعا الاعلامية الكبيرة الله اكبر احنا وصلنا للجريدة شوف حضرتك يا فاندم شوف حضرتك المستندات الخطيرة اللي معايا بص حضرتك دا عقد تخصيص ارض في النبرية برشوة في وزارة الزراعة وده حضرتك دا مستندات خطير جدا ما يخطرلكش على باري بص حضرتك الكلام في مطال خطورة وحضرتك دا كمان دا دا رشوة في المحليات بص حضرتك افلام طويلة ورابة ملاش اخر كل واحد فيهم متخيل انه لسه عايش حياته القديمة بنفس الكاركتر والاماكن والناس اللي حواليه الباشا مصدق انه لسه باشا عايش في القصر بتاعه وبرسن في لوحاته والكلب بتاعه تحت رجلينه ولو الشرطة عايش بالبدل الميري وغرقان في السلطة والهيلمان القديم وفاهم انه لسه مأمور سجن طرق اما المسجون السوراج اللي كان عنده لسه متخيل انه محبوس وبيتعزل في سجن انفرادي والممثلة بقى رايحة في دنيا تانية وشايفه نفسها قاعدة في لوكيشن بتستعد وتذاكر السيناريو عشان مرضى لتصوير ممثلة؟ هو هنا في ممثلة كمان؟ مش بقولك كلهم في اي بي ببص الممثلة سوزان دي هي اللي بسببها كلت علقة الكهرباء سوزان مين؟ سوزان فريد يا توح سوزان فريد احنا عندنا كم سوزان هنا يعني؟ بتركز شوية بقى؟ مركزة والمصحف انا اقصد يعني هنعمل ايه بالست سوزان فريد دلوقتي؟ ده بتقولك هتولي صحفية وعاوزة قابل رئيسة التحرير وابصر ايه وما ادرك ايه؟ دوحف نعم بتاعت علميني شغل؟ لو ربنا ما اقصد مال ايه بعد؟ اوامك يا يا سيدكتور استاني صدح بتحاول تحلقها تشرب منها ضروري ان شاء الله حتى بق واحد هحاول يا دوحف لأ ضروري ولازم حاضر حاضر انا اقصد يعني ان السوزان فريد ساعت مقفاشنا سالمة عندها وهي شيطة ومتعفرطة ومش طيقة حد فينا ما انا عارف يا توح وعشان كده بضرب عصفرين بحاجة ولما تسمع الكلام اللي هقولهولك حتيجي معاك من جار التفكير لأ ما تفكريش عشان انت اللي بتفكري بتفكري غرب يا صباح الفل يا ست الكل بلا ست الكل بلا ست الكل بلا ست الزفت انا مش طاقي شوف حد فيكم قدامي دلوقتي يا لهوي انت اين لي جرالك مين اللي عامل فيك كده وانت مال اهلك مال اهل ازاي ده انت متعورة انشان الله موت اخرية برا بقى مالكيش دعوة بايه ماليش دعوة بيك ازاي مشان اللبيسة بتاعتك ولازم انا اخاف عليكي اللبيسة؟ طبعا انا دوح اللبيسة يا مادام انت نسيتيني ولا ايه؟ ايوة صحيح اه سوري ما خدتش بالي انك اللبيسة بتاعتي افتكرتك حد من كلاب اللي برا دول ياختي بعد الشر عليك من كلاب كلهم انما قوليلي يا فناني الفيلم اللي كله دربه وحاري وبهدلة ده يكونش المختصبون؟ ولما انت اللبيسة بتاعتي وبتخافي علي ازاي تسيبهم يتهجموا علي ويخطفوا سلمة الصحافية اللي جات لي انا ايش ما اقول؟ وما خطف الصحافية؟ فقضي قدامها هنا فداهية ولا يهمك يا ناجمة يشبعوا بيها فداهية ازاي تقوحة دي كانتها تنشط لأسرار تقسلتني قد كي قلتها بالسانكة هو بقى حت الصحافية سنكوحة متسواش تلاتة عبيض تنشر أسرار خطيرة لست النجوم كلها وهي دي الصحافية اللي لقيتها قدامي الصحافيين الصحافيين سابقوني الصحافيين يا توحة اللي كانوا بيترطولي في كل مكان ويناموا تحت بيتي شو دي ياخدوا مني يكلمة واحدة طار يا توحة طار ومعرفش راحوا فيه فاشر مين دا اللي ينساكي يا نجمة الترسو هو ملكة الإغراء الإغراء الهادف أنا مكنش أقول أي أغراء تنظر عن إغراء هادف وما يعني إغراء لمؤاخذة ولاج لمقامك العالى ده أنا خدتلك معين مع أكبر صحفية في مصر تستقللي سيلمة وما تلماش صحفية stroحة انته يا دي يتوحة الأستاذة مرشة مستوّف على سنه ورمه سوزان فريد يتوحة سوزان فريد أحنا لدينا كام سوزان هناك يعني ما تركزوا شوية بقى؟ مركزة والمصحف؟ أنا أقصد يعني هنعمل إيه بالست سوزان فريد دلوقتي؟ ده بتقولك هتولي صحفية وعاوز أقبل رئيسة التحرير وأبصر إيه وما أدرك إيه؟ دوح نعم أنت هتعلميني شو بلي؟ لو ربنا ما أقصد مال إيه بقى؟ أوامرك يا دكتور استني تحاولي تخليها تشرب منها ضروري إن شاء الله حتى أبق واحد هحاول يا دكتور لأ ضروري ولازم حاضر حاضر أنا أقصد يعني إن سوزان فريد من ساعة مقفاشنا سالمة عندها وهي شيطة ومتعفرطة ومش طيئة حد فينا ما أنا أعرف يا توح معشان كده بضرب عصفورين في حاجر ولما تسمع الكلام اللي هقولهولك هتجي معاك من غير تفكير لأ ما تفكريش عشان تغير بيوتفكري بيتفكري غلط يا صباح الفل يا ست الكل بلا ست الكل بلا ست الزفت أنا مش طاقة أشوف حد فيكم قدامي دلوقت يا لهوي انت إيه اللي جرالك مين اللي عمل فيك كده وانتي مال أهلك مال أهل إزاي ده انتي متعورة إن شان الله موت خري برا بقى مليكيش دعوة باية مليش دعوة بك إزاي مشان اللبّيسة بتاعتك ولازم أنا أخاف عليكي اللبّيسة؟ طبعاً أنا دوح اللبّيسة يا مدام انت نسيتيني ولا إيه؟ أيوة صحيح سوري ما خدتش بالي إنك اللبّيسة بتاعتي افتكرتك حد بالكلاب اللي برا دولي يا أختي بعد الشر عليكي منكلاب كلهم إنما قوليلي يا فناني الفيلم اللي كله دربه وهاري وبهدلة ده يكونش المختصبون؟ ولما إنتي اللبّيسة بتاعتي وبتخافي عليّ إزاي تسيبيهم يتحجموا عليّ ويخطفوا سلمة الصحفية اللي جات لي هنا؟ مش معقول هما خطفوا الصحفية؟ فوقتشي قدام عيني فداهية ولا يهمك يا نجمة يشبعوا بيها فداهية إزاي يا توحة؟ دي كانتها تنشر لي أسرار تقسر التونية قدك قلتها بالسانكة هو بقى حت الصحفية تنكوحة ما تسواش تلاتة أبيض تنشر أسرار خطيرة لست النجوم كلها وهي دي الصحفية اللي لقيتها قدامي الصحفيين الصحفيين سابقوني الصحفيين يا توحة اللي كانوا بيتردولي في كل مكان ويبيناموا تحت بيتي عشان ياخدوا مني كلمة واحدة طار يا توحة طار ومعرفش راحوا فيه فاشر مين دا اللي ينساكي يا ندمة الترسو هو ملكة الإغراء الإغراء الهادف أنا مكونش بقى من أي إغراء طبعا إغراء هادف ومليان إغراء لمؤاخزة ولاج لمقامك العالدة أنا خدتلك معيد مع أكبر صحفية في مصر مش تقوللي سالمة وما سلماش صحفية؟ مجد؟ مين دي يا توحة؟ الأستاذة مريم الصوف على سن ورمح انتي بتقولي إيه؟ مريم الصوف؟ معقول دا؟ انتي بتكلمي جد؟ انتي قابلتي مريم الصوف؟ ومستنياكي في مكتبها على أحرم الجمر مكتبها هي؟ هي صحيحة مريم الصوف صحفية كبيرة قوي بس أنا كمان ممثلة مش صغيرة أنا مروحش مكتب حد يا دي الخيبة لوقت عمتزة هي اللي تجيلي اللوكيشن الشكليات مهمة قاوية توحة يا ستي انتي حتقولي لها أسرار خطيرة ينفع الأسرار دي تتقال في اللوكيشن وفي وسط المختصبون؟ دا مش بعيد حامد الوزير يختصبكن تول اتنين؟ لا دا مش فيلم يا حشك دا بقى مسالفة لتركي ومش هنخلص منه أنا متواجوش أوهر الطورة مش مرتاح للوادي الملزر دي تمام إزاي؟ وحسن دا أمل لك بسهولة كده وإداك الورق في إيديكي وطي صوتك مش بقولك الوقت يا بواحد فيهم؟ لا 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 دا مش طيبة أنا حاست بودة بلعب عليكي وعينه منك سيبك من الغير الخيبة دي دي الوقتي وركز في الكنز اللي في إيدك تخيل يا نازل تخيل لو أنا كملتلك حكايات الناس دي وإنت نشرتها في أي جريدة دا مجد صحفي مجد صحفي ما يتعوضش أيها يا ستي مجد صحفي ما يتعوضش لكن دا في خطر كبير جدا عليكي الأسرار دي لو تلقت حقيقية واتنشرت وإنت هنا لسه تحت إيد عواطف عواطف دي أول واحدة هتتجاب من شعرها والدنيا هتتقلب عليها تفكرها دكتورة نفسية بجد دي رئيسة عصابة ولا نفسي هدخلها السجن على اللي عملته فيها إيه الهبل اللي بتقوله دا يا دكتور؟ دا مش هبل يا دكتور دي عبسط بديهيات التعامل مع الزهان العصبي وهي يا جزكرة المريض كده لازم يعيش تقصد فيكو في كل مديهيات الطب النفسي أنا بسألك سؤال محدد ومش عايزة حد يتفلسف عليا من اللي خد صورة يوسف المصري من الفايل ودها قودة ماريان أنا يا دكتور انت؟ انت متفاجأة لي يا دكتورة ماداك جاوب الطبيع مش انت اللي تكلفتيه بالست حالات دولة ووديت له الفايل بتاعهم من فضلك يا دكتور شاو دا أحوار شخصي بينهم من الدكتور مما حضرتك تعمل مشكلة تأذينها كلنا يبقى الكل لازم يتدخل المشكلة دي من تحتراز جنابه مش بسبب أنا قوصدك يا دكتور قوصد ان انت عقناط الدكتورة ان نوابات الحياج المفاجئ اللي حصلت من اسبوعين فاتوا لكل الحالات كان بسبب العلاج السيكولوجي العقيم اللي أنا بعمله واقناطها انك ترجع للعلاج القديم وعملتونهم 12 جلسة في خمس تيام بس دا للمضادات الاكتئاب اللي معروف نتهيجها زي ما اقناطها برضو ان يعيني زيها أنا سنة وعملت لها جلسات مكسفة عشان تنطق ونطقت بالحقيقة حتى لو كلامك صح يا حسن برضو ما جوجتش على سؤالي برضو ما قلت ليش لي تدي المريم صورة زي دي عشانا صلح اللي عملتوه العلاج اللي بيعمل الأستاذ دا يسكن المريد يومين بس ولا حاجة بعد كده بتنفجر الزاكرة والذكريات كلها يفجروا ازاي بقى يا كابتن فرويد؟ بيسترجوا عشان الزاكريات كلها وبيجيبوا كل الزاكريات السيئة وعندك اه ماريا قاعدة بيصرخ بالها اسبوع عايزة بنتها لميتها ومحدش قادر عليها تقوم تديها صورة يوسف؟ يوسف بالنسبة لها زكريات نعمة يا دكتور صحيح يعني قاسك منها لكن هتفضل برضو ايه احلى زكريات في حياتها ده هيدخلها في نوبة من رومانسية وينسح بنتها وهيسكنها شوية والحال يبقى ازاي بقى يعقري زمانك لو شفته قدامها مش هيعرفوا بعض والتجربة اسبقت كيف احنا عارفين كلنا كويس احنا محدش منهم عندوا احساس بالزمن ولا بيعرف يركب يشوش يا سلام ما سوزان وماريام في اوقات كتير بيعرفوا بعض وانت بنفسك يا دكتور عايز تدخل سوزان لقضة ماريام سوزان وماريام بيعرفوا بعض من سنة ونص قبل بيجوا هنا لفترة وسائرة جدا صعب ان هم ينسوها مش تلاتين سنة زي حالة يوسف وجابر بالذات حسن صح يا شوئي الازمة في علاقات الشباب مش في العجز يا دكتورة انا متأكد يا دكتور شوئي انا مش نقصة محاضرات اوكي يا حسن انا موافع انك تدخل سوزان لقضة ماريام ومش حسحب منها سورة شوئيس في المصري بس عندي ملاحظة مهمة في نظرية جنابك ايه هي الملاحظة دي يا دكتورة انت بتقول ان جلسات الكهرباء والعلاج التقليدي بيهيجوا الذكريات السودا ده اكيد امال ازاي بينسوا كل حاجة لما بنسألهم عنها حتى فتح هيئات كبيرة عطوان بيفتكروا موقفين تلاتة وينسوا الباقي يبقوا فاكرين يا دكتور فاكرين وبينكروا هم خلاص ما عندهمش ثقة فينا خالص وخصوصا حضرتك ودكتور شاور طب انت لازمتك ايه ما انت الكلام دا اللي هن من زمان عشان كده سلمناك الفعال بتاعكم قلنا باسلوبك العبقاري تقدر يا دكتور تسحر له يسقوا فيك ويحكوا لك او انا لحية تسحر لهم مالا تنيل انا كل ما اخد خطوة ناحيتهم ترجعوا الاسلوبك بتاني انا محسوب عليكم اسفى يا دكتور اسفى ايه وزفت ايه انا مش قلت محدش يقتع الاجتماع دا لأي سبب رسالة مهم يا دكتور ما قدرتش اخرها رسالة يعني ايه مادام فاطمة كتبالك الورقة دي ومصممة انك لازم تقريها فاطمة انا افتكرت يا دكتورة افتكرت كل حاجة وعايز اكلمك ضروري راجع نظرياتك كويس يا دكتور وخصوصا في مسألة الثقة اللي بيني وبيني فاطمة افتكرت كل حاجة والطلباني بالاسم شو معقول؟ فاطمة فاطمة من ايه؟ يا حبيبي فاطمة الروبي الرقاصة بتاعت زمان قوي دي اللي كانت شهرتها بطة بطة الرقاصة؟ معاكوا هنا في القصر ده؟ مالك تخضيت كده؟ ما انا بقولك ان الشخصيات اللي هنا دي كلها في اي بي؟ شخصيات ايه سالمة؟ بطة دي متت من زمان من زمان قوي ماتت؟ ماتت ازاي يعني؟ مازايتها عامل ازاي؟ هادية ورايئة وزاي الفل دي كمان طالبيت فاكهة وقشرتها بنفسها انا من فترة مشوفتهاش كده خالص هاي لها تقفيل علي وتروحي تشوفي حسن عامل ايه مع سوزان وماريام صدق الله العظيم ما شاء الله ما تتصوريش قد ايه بمبسط لما بشوفك بتقري في المصحف انا اسفة يا دكتورة ارجوك تسامحيني اسامحك على ايه بس؟ معلش انا عزبتك معايا عزبتيني ايه بس؟ ده شغلي يا فاطمة ولازم لا 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 ما تحاوليش تبراري الجبائي انا عزبتك كتير لان ما كانش عندي ثقة فيكي حقك يا فاطمة ولو انا مكانك وشفت اللي شفتيه كنت هشبك في كل الناس هو اللي جرالك كان شوية يا فاطمة اه اللي جرالي كان كتير كتير قوي عارفة يا حبيبتي عارفة وعزراكي ومستعلنة منك خالص مهم بقى سيديك من اللي فات وتعالي نتكلم في الخبر الحلو اللي عرفته خبر؟ خبر ايه؟ لا يا فاطمة ارجوك يركزي معايا انا قريت في رسالتك انك افتكرتي كل حاجة انا فاكرة كل حاجة يا دكتورة فاكرة كل حاجة كويس قوي بس ما كانش عندي ثقة فيكي مش واثقة فيه ويا ترى ايه اللي غير الاحساس الواحش ده؟ شفت رؤية يا دكتورة شفت رؤية اكريت لي كل حاجة ايه ده بجد؟ طب ما تحكيلي شفت ايه؟ شفت ايه؟ شفتك شيطانة يا دكتورة ايه ده يا فاطمة؟ شيطانة شيطانة ايه ده يا فاطمة؟ تعالي يا فاطمة تعالي يا فاطمة تعالي هنا يا حبيبتي انا عقلة وفكرت كويس قوي فكرت بالراحة وعلى مهلي واكتشفت ايه بقى؟ اكتشفت ايه ايه؟ اكتشفت ان طولها زي عرضها مش فارق معايا حاجة خالص صح؟ ها؟ عارفك؟ انا لو دبحتك دلوقتي مش فارقة معايا حاجة هيعملولي ايه؟ هيشنقوني؟ ماذا؟ انا ميتة ميتة صح؟ تعالي تتباحيني ازاي يا فاطمة؟ ده انت متدينة وبتصلي وعارفة ربنا اه؟ ربنا ميرضاش بالظلم وانت مش ظلمتيني بس انت دبحتيني ودفنتيني بالحياة لا يا فاطمة يا قلي لا يا فاطمة لا كد روحك حقتلك هتباحك يا عواطم دلوقتي هكد روحك وبعدين بقى ايه اللي بيحصل ده بقى؟ خير يا دكتور كفى الله الشر مستاذة يا صاحبة بعدين بيرغوا بقى لهم ساعات يعني اه هو مالو يا دكتور مش حبايب على اساس ان احنا يعني في كافي سياحي احنا في مسحة الزيارات لها اصول صح دكتور مش منهر رجحنا ايه ده زعيفة مين؟ عواصف اه اه يا فاطمة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا فاطمة ايه ده يا ابوس ايدك ايه ده ايه ده حخرجك حخرجك من الان اوصي بك تروحي اي مجل انت كدابة كدابة بواطية وامري ما حسدقك انت ناسي يا دكتورة انا علمة كنت رقاصة انت نسيتي ولا ايه مية نصاب زي جعبدو علي فاهمة؟ طيب والله ما بنصب عليكي والله لا تخرجي يا فاطمة مش عايز اخرج مين قالك ان انا عايز اخرج انا مجنونة اخرج لمين؟ ببقى ليش حاجة اخرج عشانها انا مجنونة عالف يعني ايه مجنونة؟ مجنونة ايه فاطمة ما حدش هيخلصها من ايدي حتباحها يعني حتباحها تحقني يا حسد يا ست اتباحها بعدين ده وقته برضه ده انا عندي لك حتة مفجأة مفجأة ايه؟ معجزة معجزة ومنزلة عليك من السماء مش ممكن بتقوليه لا يا توح ها؟ اه طبعا هقولله والنبي والنبي ده انت ست مبروكة بجد وانا امنت بكراماتك فضلت تصلي وتدعي من قلبك لما ربنا فراجها من واسع فراجها ازاي يعني؟ هيكون ازاي يعني؟ اه فراجها كده من عنده قادر على كل شيء هو فراجها ازاي توحة؟ بس بقى يا توحة اه انا كده همبوض المفاجأة لازم تشوفها هي بنفسها طب واريها بسرعة للنبي اتفضلي يا استاذة مين دي؟ بصحفية صحفية؟ ششت ودي صوتك العواطف تسمع احنا نصدقنا دخلناها هنا القصر وهي من البخة معادي طول ان هي صحفية وعدها كل اسرارك وهتعمل حوار وهتنشور كل حاجة مين دي ودخلت هنا ازاي يا حاف؟ وانت مالك صحبتي وجاية تزورني ايه؟ خلاص؟ لا 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 يا اختي ما فيهاش حاجة ابدا معلش يا دكتورة الاصول اصول صحبتها وجاية تزورها اه لازم ان ياخدوا راحتهم اتفضلي حضرتك اتفضلي اسكوتي مش الولاية المحبوشة اللي في قوضة 12 جات سفتها الزورها وجايبة محشة الحمد لله لا لا يا الله الحمد لله ايه الكلام العجيب ده يا دكتور؟ ليه بس كده يا أستاذ نازل مش انت وعدين انك هتسمع من غير توطر ولا دوشة وعد ايه؟ ده كلام خطير جدا ده طعنف شرف سلمة اخلاق مين قال كده اللي سمح الله؟ مش حالك لسا بتقول ايوة ايوة لكن سلمة سلمة دي غلبانة مش فاهمة اي حاجة والكلام ده وجهة نظر حضرتك من غير اي دليل؟ يا أستاذ مازل ده الدليل انت شايفه بعنيك ده مستحملش يشوفك قاعد معاها اخترع حجة عبيطة وهاجم عليكم واخدها من ايدها قدام عنيك حجة عبيطة يعني ايه؟ يعني مفيش مريضة جالها اني يرى عصبي يعني أرى ياتصال تلعيك معها صدقني انت رجل طيب يا أستاذ مازل هى سلمة دي دكتورة نفسية انا معرفش ولا يكونش لها عشرين سانة فالمصحة وعرفة حالة المرضى كلهم فرايحة تساعد الدكتورة حسن في حالة هي Star اقدر قلاطف الحمد لله فادر يا دكتورة ق cái ده نمي مكتب حاضر حاضر اخدي نفسك بالراحة بس متجهديش نفسك أخي اليوم ما جهزوا لك العربية يا دكتور؟ بدوني مكتب هي حار هذا الدكتور أتفضل تفضل يا حبيبتي لا لا أنا مش أدرا استوعب مش فاهم إزاي ما صحة كبيرة زي دي تسمح بتجوزات أخلاقية لدكتور مش فاهم تجوزات إخلاقية إيه اللي سمح الله يا باشا ما تكبرهاش ما تكبرهاش إزاي أنا قصدي يعني إن الحاجات دي بتحصل عادي بس ما تقلعش كله تحت السيطرة بس لمؤخص يعني ما تأخذنيش خطبتك ماشا الله ماشا الله زي الأمر ودكتور حسن شاب صغير والله وأنا مفروض بقى لما أسمع الكلام العجيب ده عمليه ولا حاجة تعملش حاجة إحنا نفوق الاشتباك حضرتك تقول للباشا والد سلمة إن ينقلها من هنا ينقلها من المصحة البلد مليئة لمصحات نفسية أكبر وأحسن من هنا مليون مرة آه ينقلها أيوان إله بس أرجوك مش عايز حد في المصحة يعرف الحديث اللي دار بينه وبينك ده في قطع عيشي أرجوك مطلعش عيب دكتور الشاو إيه؟ ربنا يا أخي أيوان أنت قاعد هنا وإحنا عملينا دور عليك السيت بطة كالهربح بس 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 يلا يلا بعد إذنك دقيق وحرجع لك تفضل، 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 تفضل بطة؟ بطة رقصة؟ يا ابن الصيعة بقى الحوار الفاكس ده كله عشان سلمت غور منه الشكو وتروح أي ما صحة تانية لا والله بينك صح يا سلمتي وأنا اللي فكرتك مجنونة وبتخرافي أنا مش مجنونة أنا مش مجنونة يا أستاذة مش مجنونة هم اللي أنا جيالك ليه؟ أنا عارفة متأكدة أنك عقلة وزي الفل هم اللي كدبين عارفة؟ آه عارفة عرفت منين أن أنا عايشة وموجودة هنا في الأصر الزفت ده؟ مش أنا صحفية يا أستاذة بصي هم عندنا في الجورنان عايزين يعملوا تحقيق عن راقصات الزمن الجميل وأنا بحبك من زمان قوي بس الصراحة لما سألت على حضرتك اكتشفت يعني أسرار أنت كدابة أيوة كدابة أنت مش صحفية أنت ممرضة مدينك شوية ورقة عشان تستدرجيني في الكلام يا كدابة أنا مش ممرضة والله ما تحليفش بوالله هو ربنا إيه؟ ملوش حرمانية عندكم؟ والله يا فاطمة أنا مش بحلف كده كدابة كلكو كدبين أيوة كدبين أنت بتبينوا في الناس كده ليه؟ ها؟ عشان تاخدوا لحمهم وتنهشوهم مش كده؟ أنت عايزين مني إيه؟ عايزيني أقول كلمة واحدة ولو قلتها هتموتوني وتبفلوني هنا تحت رجليكم مش كده؟ ويا شهد الوفاة موجودة عندكم كلكم كدبين أنت وحسن وعواطف وطوحة كلكم كدبين طب وشوئية شوئية 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 وخالك مسعد مسعد ونوصة اللي دخلت عليك في آخر محصة وأنقذتك من غدري شوئية وتوفيق الدجال أنت مين؟ مش ممرضة والله أنا صحفية وعرف عنك حاجات كتير بس أنا هو ما تكلمت مع الصحفين بس اتكلمت مع الحكومة الحكومة؟ آه مش في لي وشرطة جي القصر هنا وحقق معاكي أيوة أيوة أنا فاكرة بس ما عملنيش أي حاجة أنا بقى وصلت للتحقيق ديك كلها وقارتها بس أنا عارفة أن البوليس مش هيقدر يعملك حاجة لما البوليس ما يعرفش هيعمل حاجة مال مين اللي هيعمل؟ الصحافة يا فاطمة الصحافة أصل عواطف دي واصلة وبتعمل أي حاجة عشان الورق ده ما يوصلش لنيابها صح أنا برضو شكت في كده لكن بقى لو الكلام ده تنشر في الجرايد وفي السوشال ميديا وفي التوكشو وفي اليوتيوب وفي الدنيا دي كلها هتشوفي هتاخدي حقك من عواطف من الحكومة شكرا أجيب لي حضر لك لمون يا دكتور؟ لا 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 كفاية كده لو حتابة زي ما قلت لك وفتح هايينك كويس حضر يا دكتور اتفضلوا معا يا دكتورة أنا ما أقدر الخضة اللي حصلت لك ومش عايزك هدك بأي كلام بس ده مش معناه ان كلام حسن صح كلام حسن صح مية في المية واللي قاله ظهر في وشي كان حيقضي علي الحالات دي وعية جدا للي جرى لها وفاكرين كل حاجة رغم التواهن اللي هم فيها ومش بيحكوا كل حاجة في التحيات ولا بيتكلموا معنا لأنهم مش واثقين فينا حتى لو كان ده صح مش المفروض نسيب واحدة زي سالمة ترخي مع فاطمون ما عنديش حلول تانية ولو كنت فاكر ان سالمة جاية هنا بشكل مؤقت وحتخرج تاني تبقى عبيت يعني يا دكتورة يعني سالمة اندفنت يا دكتورة واي حاجة هتعرفها جوه القصر هتفتر بادفونة جوه القصر ومش هتخرج بالبوابة عيش يا سالمة عيشي وتمططي في جبلات القرود زي ما يعجبك المهم الجبيلي سر بطة الروبي دي بأي طريقة واذا كان على بوكي سيبي علينا وقد القرد الكبيرة هو نطع الصيرة قالوا انت فيه من الصبح يا متخلف موجود يا باشا هو انا موجود ما تقلعش موجود ايه؟ ده انا بطور عليك بقى لي تلس ساعة دلوقتي ارد ازاي يا باشا وانا قاعد معاها انا يا دوب خرجت وقولك كنت لسه حكلمك حالا انت لسه موجود عندها لغاية دلوقتي ده انت عندها من الصبح يا زبت الله وانت لقام من ايه يا باشا هو انا قاعد معا في قوة نومها ده انا قاعد في الجنين يا رايز انت هتقل لأدبك ولا ايه لم نفسك احسن لك زي ما بقولك كده الله ثم انت بتلعك كده ليه انا مش فاهم انت مش المفروض انك انت سايل الزبت العربية يا باشا انا ركن العربية بعيد عشان حضرتك لو سالما شافت العربية هتبقى نصيبة يا شاطر فالح يا اخويا طب ممكن بقى اتطمن على بنتي اتطمن يا باشا بنتك زي الفل قل لي عايزنا جيلك امتى وانا جيلك يا سيدي حديقي وتقابلي وتاخد كل اللي وتحيزه المهم انك تطمن على بنتي تقول لي عاملة ايه عايشة زي انا حتجن عليها ايه المكالمة الجملي دي ان حاسن الراجل ده بيحكم نورايا هو من جهد بيعاك طب بيعاك بس ما تقلقيش مش مع ستات ده بيكلم من ودي الجربوع اللي اسمه مازن الله يحرق مازن واسنين مازن انا مرعوبة من ودي اكرم ايه دي يا مجنون وانا بقول لك كده عشان تفضحينها انت زي بارد كده يا اخي ما هي الزفتة دي ممكن تتكلم زي ما كلمت في المساحة مستحيل اذا كانت عملت كده في مرة غلطة فهيها ندمت عليها افسي افهم انت جاي بالثقة اللي انت فيها دي ازاي ببساطة لان سلمة استحالة تقدر تشوه صورة ابوها هو خصوصا قدام مازن بالذات فهمتي؟ مش ممكن يعني ما جابتش سرتي قدامك خلص ما قالتش عني اي حاجة معقولة يا باشا يا فاكرا نفسي عشان تفتكر ساعتك سلمة ما عندهاش اي تركيز وبعدين يا باشا هو انا مش شرحت لك كل شفتم مرة اللي فاتت ايوة بس انا كان عندي امل انها تكون حالة طريقة وحتتتحزن بالعلاج حالة طرق اي يا باشا ارجوك ارجوك تستعب اللي حصلها عشان انت نفسك ما تتعبش سلمة عندها خلل عقلي يعني ولا مرض نفسي ولا تأسير مخدرات وبعدين ده انا ده انا عرفت ان كمان علاجها هياخد وقت طويل طويل قوي ايه ده ايه ده ايه اللي انبهدلها قوي كبه هيكون مين يعني هي يا دكتور طوحة دخلت عليها الصبح لقيتها عملت مكيش نفسها قال ايه عشان تصوري فيه طب ده كوي ساوي هيوفر انا كتير مش فاهمة هيوفر ازاي يعني شو سكوت سكوت حاضر حاضر يا اهلا يا اهلا بنجمتنا العظيمة نورتنا يا هانم مرسي مرسي قوي اه انا شفتك قبل كده ايو يا فندا انت انت مدير التصرير صح لا 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 انت انت المخرج علشان دايما المخرجين كده يبوا عيقين بيبقى شكلهم حلو اسمك ايه امر انت انا مدير مكتب الاستاذة رئيسة التحرير يا نجمة اه صحيح احنا هنا في كريدة سوري سوري قوي اه مش كونش تقوليه لي يا توحة ان احنا في مكتب رئيسة التحرير هنا انا شخبية انا اسف عوي انا معلش اصلي جيت من التصوير كده و و ملحيت ششيل الميكب لا عادي برحتك يا نجمة الاستاذة عايزت قابل حضرتك من غير تكليف بطبعتك اه بس الصور اكيد طبعا هتصوروني وانا بعمل الرابورتاج و مش معقول ابقى كده لا لا صور بعدين ده حوار خاص جدا حاجة سباسيال تليق بالنجمة الكبيرة اه والاستاذة رئيسة التحرير مستنياج من بدري السكرتيرة اهلا يا فنان هاي هاي بلغي الاستاذة ان النجمة وصلت حاضر والله العظيم منورانا يا نجمة مرسي مرسي ما بسيبش ولا فيلم من حضرتك خصوصا الفيلم الاخير واو مرسي ده نعياط نعياط مساء الخير يا أمر ايه في ايه انا مش قلت مش عايزة ازعاج النهاردة مفيش موق معلش حقك علي ما تزعليش بس اعمل ايه عندك زيارة مهمة من شخصية مهمة جدا ماينفعش تتأخر شخصية مهمة مين يعني هقولك اتفضل يا فنان بونسوار سوري انا عاسف عاوي اسنوهم يدقوني الميتنج فجأة كده وانا انا ملحقتش بس بنيش يا مرين بس ايه بس ايه بس ايه بس ايه مش حسيبك يا سوزان انا جنبك صدقيني وعمري ما حتخلى عنك ابدا وما فيش مخلوق حيمس شعره منك وانا موجودة ايه بس اللي انا قدمت فيه البلاغ ده ده الحوت كبير قوي وممكن تأذي نفسك سوزان انت ما تعرفيش أنا مين دلوقتي انا واحدة من اهم صحفيين البلد والحوت اللي انت بتقولي عنه ده انا ممكن اهده بجرة قلم الحمد لله الحمد لله يعني يعني انت ممكن تغدير حق من الكلب ده من غير مطمعه انا لازم اعرف الحق ده ايه بالزبط عشان اقدر اساعدك ممكن تحكي لي كل حاجة بالتفصيل ارجوكي اصلي اصلي الحكاية تولي قوي وترعب الحكاية ابتدت بعده يومين ما شفتك في المعركات انت 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 فاكرة الراجل اللي اوه اكتب ماذا بك فيك ايه سوزان سوزان اوه الهرية اه اسوي اوه انت الوها الكلب انت حولي الاسعات اوه انت الاسعات انت الوها الكلب سوزان الحربتي انت الاسعات اتحرك وعندي انت تصير بالاسعات ده اجعل ماريا سوان حبيبتي هدوني سعاد اتلوه الكلام اتلوه هدوني سعاد ايزي حبيبت حاضر الله حالا يا هان سواني هاكون مغمول ايزي الله رايحيك ايزي تعال يا هان هايزي سرع يا همت تروح على عياتك جاري تجبيل حوالتين دور ان شاء الله حسن في عمل المراتي يا رب يا دكتور يا مسهل يا رب فخاريش يا حاضر حبيبتي يا سوزين اللي هم اللي هم الحمد الله السلامة من فين في المستشفى المستشفى مستشفى ماتليش الحمد الله ربنا سطر مكد يا مليام يعني يعني انتي كويسة وزي الفل والحمد الله عند بيتي منها بمواكسة وأنا يجبتك المستشفاتي عشان ما حدش يعرف مكانك قولي يا مارين قلت أعملي كده حرام عليك بس يا سوزي كنت عايزة ينسيبك تموتي أنا ميتة من سمين ما حدش يبكي علي مراتي حاولي يدروني مراتي قاية بدور عليكي أنت بيه رابطت نفسي بيه عليكي نور قاديكي قولتيها رابطت نفسي بيكي محسب للحدودة خلاص يعني إحنا الاثنين في نفس الخطر تي كده بترعبيني أكتر بالعكس أنا بطمانك يا سوزي بطمانك إحنا الاثنين في مركب واحدة وأنا مستحيل أسيبك لوحدك الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحميني إحنا الاثنين أني أحكيلي خلاص اللي عندي ويتنشر فورا ساعتها مش هيكسبوا حاجة بموتي ولا حد حيقدر يزيجي يا ماري يا ماري بس بها كفاية منادة هتتجلمي يعني هتتجلمي لازم تحكي كل حاجة أحكي يا سوزي أنا فعلاً ظلمتها أو كنت فاكر من ظلمتها كنت شافت بعد كده أن أنا عبيط عبيط قوي زي فراشة غبية رامت نفسها في نارجو هنم وهي فاكرها طاقت طور عبيط إزاي بس؟ لأن نسيت أهم جملة قالتها لي في البار ترى جملة إيه لي قالتها لك في بار في وسط البلد وأنا لما بحب حاجة بستقتل عليها حاجة قالت حاجة مش حد مش فنيها جملي إحساس ومش هاعر أنا كنت زي اللعبة البلاستيك اللي بتنقور أرى جوز خشب لعبت بيهم شوية لما زهقت وعدمه وسخفه رميتهم لب أخوتهم ورجعت هيا للحياة صهر ورأس وسكر وتهييس فصلات الديسكو آخر مهيصة بعين اكتشفت المفجرة اكتشفت إن متجوز واحدة شمامة مدمنة كوكاين ومدمنة رجالة ومدمنة خيانة وسفالة ولعب بالناس بقيت أمشي في الشوارع ألف حوالي النفسي أدور عليها في كل الوشوش ما كانتش وحشاني ولا عايز أرجحها لحضني لأ أنا كنت بطور على نفسي على يوسف عايز أفوقها عايز أشوف الورم الغريب اللي زرعت في جسمي أنزعه بدوافري تعبت أصاب نهارت من كنت المشي ليل ونهار بصيت حوالي لقيت رجلية واخداني للشارع اللي فيه شقية القديمة ساعتها حسيت بالجريمة اللي عملتها في حق كرمتي ورجلتي وكياني كله إزاي سبت نفسي الهوى يقلعني من جزوري ويرميني للهلاك كان لازم أرجع على الأرض اللي زرعتني وشابة عودي وأتنفس فيها نسبة هوا وتنظف التراب اللي فسدي لكن المصيبة المصيبة إن الهوى الطاهر اللي في بيتي تسمم بالغدر والندالة المصير والريض الكلبة اللي حقيرة قدرت بي فنفس المكان اللي اتجوزنا فيه اشتكرت السلاح اللي سدته في الشقة من سنتين يا علي يا يوسف يا علي مانا بحق له يا خينة يا وقت يا يا بيت الكلف هتلتع يا ريت المسدس اللي معايا كان بخيل كان فيه رصاصة وحدة جات في كتف عشقها حتى القدر ما أسعفنيش نينتقم لكرمتي وقت ده أبوها طلعها بالموضوع كان لك إنها ما كانتش موجودة وأعمل معايا أرخص اتفاق حصلني في حياتي المحضر مفتوح والنيابة بتحقق اعقل كده وطلق بهدو وفي الحالة دي يا درما دخلك شر ودخل معاك المحامي بتاعي وحيثبت إنك رجعت شقيتك القديمة لقيت الشاب ده مستولي عليها وبيضرب فيها مخدرات والواقعة في الحالة دي حتتسجل دفاع شريع عن النفس لكن بقى حتعند وتناشف دماغك يبقى أنت اللي استدركت الولد ده لغاية شقيتك عشان يعمل معاك أعمال غير أخلاقية لمؤخزة ولما عصلك ورفض ضربت بالنور إيه رأيك دي في إيضاني ودي في إيضاني وطبعا قبلت التالي بالصابقة الاول دية لا نخرفت دماغي وأصريت على أكوالي واتهمت فاتم بالخيالة يخرب بيتك ده انت كده مجنون رسمي طبعا مجنون مش مجنون راجل بيحافظ على كرامته أحسن من عائل يبيه حريته بأرخص الأسعار لا راجل يا يوسف راجل كلك شهامة ونخوة مهما كان التمن مانا رفعت التمن الغول نفس تهديده والمحكمة خبطتني 15 سنة كنت في كمة ساعتي كأن طفن صغير داخل ملاهي السندباد بعد ما ربنا خلصني من الغابة الاستوائية اللي كنت عايش فيها بس إخسارة أيوة إخسارة الفرحة ما كملتش أول ما شفت قدامي وحشة قديم من الوحوش اللي شفتها زمان في نفس الغابة معمور السجن طلع هو نفس الزابة الاستلامني في معتقل سياسي من 25 سنة مش معقول دي صدفة غريبة فقط ما تتصورش نظرة عنيه أول ما شف لي كنت سمع دقات قلبه بتنطم الفرحة زي آسد جعهان ما صدق لها غزالة طرية ما عرفش يأكلها زمان جز على سنانه وآكل في رحمة أكل في رحمة الديني اسم الظابط ده وأنا حقوله المحاكمة أسكرية وفاكت نفسه في عزبي تبو كابر 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 عطوان أنا جابر عطوان وقولك الديني اسم الظابط ده وأنا حقوله المحاكمة أسكرية أيوة إنت ايه ده انتوا وقفينت تتكلموا خش هم نتدوهوا جاي براي لغاية كيبه يا كارم يا كارم يا كارم يا كارم خير يا أستاذيوت سموني 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 ايه ده فيش حماس هين اقول لي ايه خلاص حطيت خمس نقط زي ما قلتلي يا دكتور حاجة تانية لا تمام كده خلي جابر بقى يشرب حاضر دكتور انا جهزت فاطمة وجاية حالة لا رجعها تاني فاطمة مش هتانفع دلوقتي هاتيلي سلم بس الدكتورة قالت سلمة في الاخر الدكتورة تقولي اللي هي تقوله شوفوا ليه سلمة اختفت فين وقت وهالي حاضر يا دكتور يلا يا وفاق بزرعة حاضر حاضر يا دكتور هو هو يا طوح يا جابر عطوها مش هتوحانه انا فاقمه سايسة واضعي ما انا عارفة عارفة يا اخويا ودي حاجة تتمسي ولا ما انت عارفة جايناي حقق معانا ليه طيب استهدى بالله يا أستاذ ميوسف استهدى بالله يا تخش قطة استهدى بالله يا اخوي ايه ده ايه ده مين دخل قطة محدش دخل القطة لا في حد دخل قطة اكيد في حد دخل القطة ايوه اكيد فاتن فاتن دخلت القطة وسرقت الملف فوق الورق الحونة بسرعة يا نقصة فاتن فين فين الورق فين 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 استهدى بالله يا أستاذ يوز فين لا ما تخافيش احنا هنرجع القوضة تراحي كده يجي سيحة ساعة بس لحد ما جيبك تاني تاني ما شدقت ان الحكومة حشت بيا وبعتلي حد يشألني انا خايف قوي وفاق لا ما تخافيش من حاجة ده جي مخصوص عشانك واعد هنا بقى للصبح يا رب يا رب فاطمة ازيك يا فاطمة طب منيني عليك انت مين انا سلمة الصحفية اللي اللي خدت الحوار من حضرتك انا ما عارفش حد اسم سلم وبعدين انا ما بكلمش صحفية يلا يا رفاق يلا صباح الخير صباح النور انت فين اختفلي فاجأة كده معلش غاصلي خفلت شوية في القوضة خصب عني انا هايز اسألك سؤال ازاي فاطمة تنساني بالسرعة دي بعدين بعدين هبقى فاهمك الحاجات دي اركزي معي القوي دلوقتي جاب الواخد صدمة واحنا بنحاول دلوقتي ان احنا هنهديه ونحبز على التزام شوية فمش هينفع بقى اجول اسئلة والرخامة بتاعتك دي عليه الصدمة دي معي وصف صح؟ برضو بتسألي خلاص خلاص هسكت خالص المهم بتساعدينها انه هو ايه ده ايه اسألة اسألها لك تجاوب عليها وخلاص ان شاء الله تقول ايه كلام اوكي هعمل كده بس بشرط ماشي انا عايز اقعد مع جابر لوحدي لا طبعا مش ممكن ليه مش ممكن ما تخافش علي يا صدقني اللي بتقول ايه ده خطر جدا مش هيحصل اي حاجة صدقني ولو حصل هصرخ ونادي عليك طب و لازمي تقول ريسك والفضائح دي كلها طيب ما انا مش هقدر امثل مش هتزاي ده وفي حد واعي وعائل قاعد بيتفرج علي ما ادي عارفة برضو ان عواطف عاملة سيناريو ولازم بنمشي علي مش عواطف عايزة تقرأ الكلام اللي انا هقوله يا سيدي انا هرحم عينيها من قراية وعايزة تجل قاعدة كلها دن تطلعتني منين دن دن ميرسي سلمة مالها سلمة ايو عتقولي انك عايزة اخدها لا 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 لسه بدر ما تقليش بدري جدا يا دكتور دي دخلت في العمق ونكشف قدامها ورق كتير شريف الخول يكلمني من شوية عاوز اكسبشن بسيط اكسبشن زي ايه؟ زيارة لسلمة من واحدة صاحبتها لا يا دكتور كده المسألة هتوسع مني مش هعرفة لامها زيارات من الولد اللي بيحبها واكدتلي انه مفيش خطر وبرضو حصلت مشاكل واضطرت ادخل وشوف الحالات بنفسه وعملت المستحيل عشان يثبته طب ايه دي بس واسمعيني دي مفهاش هدوء دي فيها كوارث ده انا بقى اقول لحضرتك ما ينفعش اخرجها بره دلوقتي تقوموا تجيبول اللي بره يقعدوا ويرغي معاها بعد كل اللي شافته اهلا بيك يا سلمة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك والله فكرة كويسة جدا من حكاية الكاسة دي انا بقى اقترح على معادي الوزير يعملنها في كل التحقيقات اه اسهل مش كده جدا وهو نبقى استفادنا حاجة بالصحافة بدل ما هم بيقزونا بكلامهم لنه لا والله يا سياد تلوة انا عن نفسي صحفية مطيعة جدا وبعدين بحب الدخلية والقضاء عظيم عظيم جدا والله عظيم جدا جدا قدام وثقة بقى فيا نبقى هتتكلمي بملتع الصراحة اكيد اه شوفي بقى انا مش عايزك تلاقي خالص علشان احميكي ورا نجعلك حقك ياريت ياريت يا فندم كتر خيرك قولي لي بقى حكايتك ايه؟ حكايتي؟ هو هو حضرتك يعني ما تعرفش حكايتي؟ لا طبعا ما عرفش حكايتي انا ما عرفش حكايتي اه فعلا والله انا ما خدتش بالي ولا يهمك انا عارف ان عصابة مضغوطة طب يعني حضرتك مش فاكر خالص انك شفتني قبل كده او او عملت معايا تحقيق في المكتب ده قبل كده؟ شوفي بقى ما هو كده تبقى في حاجة وحالة مش مزبوطة ليه بس كده والله اناك كويسة وزي الفل؟ لا لا ما ديش كويسين كل الناس اللي هنا مش كويسين ومش طبيعيين من ليه وفي حد غير يعني سأل السؤال ده؟ اتنين منهم سألوا نفس السؤال يبقى بتكلم كويس فيك اول وفابقى يلط في وشي ويقولي انت جيت قبل كده وحققت معايا مين فيهم؟ مش شغلك مش شغلك المهم ان اللي بيحصل ده مش طبيعي يا اما ادارة المصحة بتخدعكو ويجيبلكو زباكو زي الفين تحقق معاكو يا اما بيدوكو عقاقير هاللوسة تلحس دماغهم اه فعلا فعلا ده صحيح يا سياد تلوا انا متأكدة انهم بيدونا عقاقير هاللوسة مالهجة في سيطاني خالص خالص تصوري ان في واحد منهم كان متصور ان انا الزابط اللي عزبته في السجن ايه ده فعلا؟ واتهجم علي وكان عايز يقتلني دول الحرس انخذه لا ده كده بقى فعلا في حاجة مش طبيعية عشان كده لازم ااخد الجراب فورا وابلغ النيابة انا لازم يبعتولي طبيب شرعي يشرف على التحقيقات بس انت كده هتبلغ على نفسك على نفسي؟ مش انت اللوى جابر عطوان اللي عزب يوسف المصري؟ بتقول ايه؟ بقول لي حضرتك قلته في الجواب بتاعك جوابي؟ مش ده خطك يا سياد تلوا؟ مش هو ده الجواب اللي بعته ليوسف بعد ما طلعت من الخدمة؟ انا مبعتش جوابات لحاج لا بعت وكتبت اعترافك كامل بكل حاجة عملتها في يوسف في المعتقل وهو شاب صغير ولما رجعلك في سجن ابو زعبل لا كده كل ده خط مش حين مش حين انا جابر عطوان يا يوسف طبعا مستحيل تنساني وانا كمان مستحيل انساك مش عشان العشرة المرعبة اللي حصلت بيني وبينك لكن عشان الدين اللي تعلق فرقات تليك ومش قاين يردهولك انا ما ديولك يا يوسف ما ديولك بكل قلم ضربتهولك وكل عصايا نزلت على بارك وكل سلسلة تعلقت في رجلك وكل دمع نزلت من عينيك انا الجلاد القذر اللي دار بيه الزمن وبيضوع على الضحية بتاعته عشان يترجاه في كلمة سماع ايوه اترجاهك يا يوسف اموس ايديك عشان تسمحني ولو اعرف مكانك دلوقت كنت زحفت على ادايا ورجليا لحد ما جيلا هتبقى دي اصغر تضحية ممكن ادفعه عشان اكفر من زمن فيك وما تستغربش يا يوسف وافتكر ان انت بنفسك اللي قلتها لي ان ربك لب المرصاد والديان لا يموت اهد ان رجعلك والديان هو اللي رجعه لك عارف ليه؟ عشان انت السبب في اللي جرالي انت اول ضربة وقعت على رأسي وفوقتني فوقتني يا يوسف فوقتني يا يوسف فوقتني يا يوسف انت فين يا يوسف انت فين؟ ايه دا بس يا جيبة انت فين يا يوسف ايه دا سيادة الليûم ربنا يسطر يا دكتور عوصف جاية بزي عبيب أمشير مسكود انت في الورق حاضر ممكن تديني فكرة عن طبيعة شغني يا دكتور شفاين بالزبط هردك توصد يا يعني أنا هنا مين بالزبط؟ مديرت المكان ولا موردة عند ساعدتك؟ مش مهم منا مين المهم نقدر ساعدا الساعدين ازايا مش عايز تشوف يوسف المصري؟ جداً أرجوك أنا هخليك تشوف رجاب يا بنتي؟ رجاب؟ يعني يعني أنت تعرفي مكانه؟ طبعاً أمال أنا جبت الجواب ده إزاي؟ من هو؟ أكيد مش معقول يعني الجواب ده وصل بيوسف وأراء؟ طبعاً مش بس كده طلب مني أخذك من إيدك ووصلك لحد عنده مستحيل فيش حاجة اسمها مستحيل طب أقسم بالله كداباً 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 و هو؟ محرفك بلطو كداباً و أنا هكتب ليه بس؟ ليه؟ عشان ليوسف مات يوسف مات يا أستاذة مات؟ مات مات يوسف مات طب ممكن حضرتك تهدي شوية عشان نعرف تتكلم ونتفهم؟ تكسر كل تعليماتي وأنا عادة معك في القصر و عايزني أهدى و أدرتش معيك يا فندم دا استثناء بسيط مش هيحصل منه أي ضرر يعني ترجع فاطمة قدتها و اتدخل سلمة قبل معادها و اتقعدها مع حالة هسترية زي دي من غير سكرتير و تقول لي مفيش ضرر والله الجلسة كلها متسجلة و أنا مسؤولة عن أي حاجة تحصل تلذف التسجيل و ساعتك مش هتنفعني لو جابر هجم عليها و قتلها و إحنا وقفين بنتناقش مش هيحصل يا فندم أنا مدخلها مخصوص عشان تهدي جابر بعد اللي حصل و ملاكش فيه يلا معي يا دكتور شوقي مش هينفع ملاكش دعوة ولو شغلي مش عاجبك اتفضل قدم استقالتك أنا مستغنية عن خدلاتك هدي نفسك يا دكتور ده آخرة اللي حب يا روميو يلا يا شوقي معك يا دكتورة إزيك يا دكتورة واطف أنا سلمة الخولي الصحفية آه طبعا أهلا بك يا أستاذة أنا كنت باخد حوار من زيادة اللواء بس كان برايفت شوية ما ينفعش حد يبقى موجود آه طبعا اتفضل يا أستاذة وفاء وصلي الأستاذة سويت جابر بيه مفيش داعي أنا عارفة السكة شرفتين يا أستاذة مرسي يا دكتور مش قلتلك الصحافة دي بوعبوع كبير والكل بتراعش قصاده ايه صح قديني نفست وعدي وخرجتك قدامهم كلهم وما حدست تحبقهم انت صحافة يا شاطرة فعلا بس انت وعدتيني انك حتخرجيني من هنا وتوديني اليوسف مش نرجع القوضة بقى لا اتقل بقى وركز معايا انت لازم تحكيلي حكايتك كلها الأول عشان اهددهم بالنشر ونخرج أنا وانت غصب عنهم كلهم سلمة انتهت خلاص مخاهل أسع من الكوكو والبيسة اللي بتضربهم ده غير الصدمة العصبية اللي خييتها في محاولة الانتحار دي وصلت انها بتشوفها عفريت عفريت؟ تخيالي تاني يوم دخلت المصحة شفت واحدة معدية من جنبها نزيلة من اللي قاعدين هناك قاعدت تصرخ تصرخ تلوهم دي عفريتة هي قاعديني عفريتة اللي طلعتلي وأنا بنتحر يا خبري سود طب انت عرفت الكلام ده منين سلمة نفسها اللي قاعدتلي ومدرورة المصحة كمان أكيدت الكلام لا 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 مش ممكن طب خدت كبيرة بقى هو فيه أكبر من كده يا مازل؟ وانت ريسة سمعتي حاجة تاني مرة روحت لها قاعد تحلفلي وتقسملي إنها شافت فاطمة الروبي محجوزة معاهم في نفس المصحة هي مين فاطمة الروبي؟ بطل رقاصة صاحبة كبيرينا ويعمل اللي ماتت من خمس سنين اللي انت بتقوله دا يا مازل بقول حقيقة صدقي أنا كنفسي أسجل لها كل الكلام ده عشان أوفر عليكي مشوار حيتعابت جدا نفسيا طب لو إحنا هنفترض يعني إن هي تجنينت بجد إيه اللي خليها تشوفتها هيوقات لناس عمرها ما شافتها قبل كده؟ ولا حتى سمعت عنها وهي يعني كانت شافت اللي هو جابر قبل كده؟ عشان تتخيل بيه؟ اللي هو جابر؟ ها ما دي أول خبطة خطها في دماغي سال معاية معاية ثلاث ساعات تحكيلي على واحد اللي هو دخل هناك المصحة عندهم واعد يستجوبهم كلهم يحقق 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 وفجأة شافت واحد مجنون ماشي في الجنينة عملت نفس الفيلم وقالت هو ده اللي هو جابر عطوان اللي هو جابر عطوان؟ أنا زي ما كنت سمعت الاسم ده قبل كده وأنا كمان صادر الاسم ده مش غريب علي وعشان كده رجعت البيت واتصلت بواحد صاحبي محرر حوادث وسألته عن الاسم قالي ده كان ضبط قديم مسك المعتقلات السرية في التمانينات والتسعينات ولما أخذ ردة لوة اتنقل لقطع السجون لا والله يعني ده بجد لوة موجود في الدخلية؟ كان يا حبيبي أما ليه؟ اتحل على المعاشر؟ مات يا مازن مات؟ لا 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 يا مازن أنا بجد مغدودة قوي ومش قادر أصدق الفيلم العجيب ده انت صرعت يا نجي صرعت في خوفك على سلمة وعملتي غلطة كنت هدفعت أمانها غالي قوي تمن إيه اللي دفعته؟ تمن الدم الدم اللي سال على أيدي من جروح الناس تمن الرعب والقهر والدموع اللي شفتهم في وش كل مسجون عندي أنا ما كنتش ظابط عادي يا سلمة مش مجرد ظابط ناشف وقلبه حجر أنا كنت 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 وحش وحش دموي مخيف نمشي على الأرض بجسم بني آدم خطوة رجلي في طرقة المعتقل كانت بتقع في ودني مسجون زي صوت جابة لتهد على دماغه أول ما يشوفني كذيه حياته كله بيمر قدام عينيه كأنه شاف بعيني شبه الموت ايه يا حوضي ايه دي الحيطة هتشوق الحيطة وتخرج منها أحني ساحتك أحني وأرحم من ساحتك تبقى عبيد تبقى عبيد وبتسمع كلام العلي اللي على القهوي السورجية الشمامين اللي شبهك لأن جابر عطوان ده أحني وأطيب قلب في الدنيا طب أنا أرادي زي جميتك العلي شرفت هنا قبلك وخرجوا يتكلموا في السياسة لو كان جابر عطوان أغذبهم ولبسهم العروسة والاستوانات الفالسو إياها كانوا خرجوا كده مفيش أي علامة فيهم توحد ربنا أفهمتك صح؟ السيادتك محترف يا جابر بيه بتعرف إزاي تدرب ومتعلمش ايه الكلام ده يا حوضي انت ناشط سياسي ولا مخرج أفلام بوليسية والله العظيم علينا سياسي ولا زفت والله العظيم علينا دعوا بالسياسة ولا بالسحاب ايه ده؟ يعني انت جيت هنا غلط؟ غلط والمصحف الشريف فيها جابر بيه أنا جيت هنا غلط أنا موظف غالبان في جامعة هان شمس دقت عليها الدنيا والأم تلعيش معايا بقت صعبة هلتنا الشغل في قهوة بالديل أما الجماعة دول كانوا زباين بيجوا القهوة عادي عادي فيهاش حاجة يوم ورد تاني معا شوية دردشة عارفوا ده أنا موظف في الجامعة ساعدت عليهم بقوا يعملون بأدب وبزوء ويقعدون معاهم بعد الوردية نرغي في أي كلام أي كلام مرضى أخدها؟ والله العظيم أنا ملاي دعوا بكلامهم يا جابر باشا لأنا بحرق الساعة اللي بقعدها في كوباية شاي وزجارة وقرشان حلوي مساعدة والله العظيم يا جابر باشا مساعدة منهم لظروف المنيلة وده اللي أنا بقول يا حبي واحد ظروف منيلة زي حالتك طبيعي جدا أنه يعرف عيلين من الجامعة ياخد منهم إرشيه ويعرفوا على بقية زميلهم يضموهم للتنظيم ما حصلش والله العظيم ما حصل لأ حصل حصل بس أنت تلاقيك تناسي من البهدلة واللي أنت في ده صدق يا ناشا ما حصلش والله ما حصل طيب ما نتعيبش نفسك ما نتعيبش نفسك أنا أخلي الرجالات فقارك أخلي... الأحهم يا باشا والله العظيم ما عملت يا حاجة يا ماشا يا باشا ما عملت شي epidemiوي لا 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 وا�� Nyotej نتعيبش ده يابا هاي الرجال ده المفروض ياخد مندنا عنatics طفكراو بينا طول الجاه وين العلامة يا باق منغلك يا باشا؟ والله العظيم ما عملت حاجة يا باشا لا تخم يا باشا هاي الأعلامة دي بقى حودة مش هتخليك تأنيسانها أبدا DRRAKّ delay والله العظيم ما عملت حاجة باشا حياة الله الوقتة دي كانت أول مرة أعز فيها حد بسيخ المر والتفويض من رؤسائي في قضية التنظيم الشيوعي نقطة طلعت الوحش الصغير المدفوق روايا وحش مسعور بصوت الواجعة بطعم العذاب الوحش كبر واستفحل وما بقاش التعذيب بالنسباني وسيلة بسحب اعترافه في الملفات السياسية تحول لمطعة غريبة وتزغزق كل غريزة جميعا مطعة أجوى من الأكل والشب والجنس والفلوس والقيادة حست بمواهم بي وقدراتي وتأكدت إن زابطة خلق بجر قلب ودي كانت سلعة لذرة ومطلوبة بأي تمن خطفوها بسرعة وعملوا منها بلاعة قزرة بترمي فيها كل الوسخات السرية في الجهاز الأمن الأجهزة الأمنية في كل مكان في الأمن مهمتها صعبة ومعقدة المهمة دي دايما تتصادم مع القانون الإنسانية ومهما كانوا تدربين على الخشولة وقسوة القلب لكن في النهاية بشر لهم حدود نفسية ومشاعر بتنهار في اللحظات الصعبة محتاجين وحش بوليسي أعمى مفيش في جسم مزارة بحساس مستحيل أنا مش مصدقة أنا ما كنتش متخيلة إن الحكاية وصلت للدرجات دي الجواب اللي بعدته ليوسف والكلام اللي كتبته عن الجلاد اللي بدور على الضحية كل ده خلا أنا تصور إن أنت زابط رشين مش كبه؟ زابط رشين متغابة عن المسجوم بتاعه بصراحة؟ حتى أزيد من كده شوية بس أنا كنت متخيلة إن دا حصل مع يوسف لوحده يوسف كان أقل واحد فيه أقل واحد يتمتعت بعذابه إزاي؟ كان أهنيد وناشف وتمرد ما بسمعش منه كلمة آه كان مصمم يهزمني بسباته وقوته ونظرة عينيه كان مصمم صغارني قدام نفسي ويهزم لما الزمن دار المعتقالات السلية اختفت وتغيرت سياسة الوزارة ما قدروش تستغل عن البلاعة الأديمة إن شالت كل زبال الزمان ما قلوني سجنة وزعمل ورغم إن القيادات أكدت علي إن الدنيا تغيرت والشغري قديم ما عادش ينفع لكن ريئي كان بيجري على ريحة الدم والعزاب في أي طلبية جديدة كنت بشمشن على حتة لحمة أجز عليها بسناني وقفش الكابت المد في الجوالة وأحس إن لسه عايش بعنفهاني وجبروتي وقوتي حد ما ظهر المطلوب لس عمر ما كنت أتخيل إن ربنا حيبعات لي نفس حتة اللحمة العفية اللي كسرتني زمان نفس العود الناشف المتمرد سخيف آه صح ده حقيقة ده حتى يوسف كتب عن كده في مذكراته يوسف المصري؟ كابر عطوار صدقت يا مصري؟ أنا مش همس في ودن الزمان وقتلك هنتقابل تاني حتى لو في جهنم خريب لي فك ده أنا كنت فهم إن جهنم بره أتريك فتحت لها فرع جديد هنا هاتو الحيان ده غرفة تسعة بس أنا كنت متخيل إن ده حصل مع يوسف لوحده يوسف كان أقل واحد فيهم أقل واحد يتمتعت بعذابه إزاي؟ كان عنيد وناشف متمرد مرسماش منه كلمة آه كان مصمم يهزمني مساباته وقوته ونظرة عينيه كان مصمم يصغرني قدام نفسي ويزني كابر عطوار صدقت يا مصري؟ أنا مش همس في ودنك زمان وقتلك هنتقابل تاني حتى لو في جهنم خريب لي ده أنا كنت فهم إن جهنم بره أتريك فتحت لها فرع جديد هنا حيات الحيان ده غرفة تسعة الناس متخيلة إن الكلب بيهجي مع البني آدم من الغريزة الوحشية والرغبة في العض متعرفش من بيهجي مع لي خوف منه ومن قوته أنا كنت كده اللي جوايا ما كانش غني ولا شراهي التعزيم ولا محاولة رد اعتبار ده كان إحساس مراهبة خفية بتسرف عروقي كنت بعض يوسف بعزم ما فيه لأني خايف منه مرعوب من نظرة السبات والشجاعة والتحدي اللي هي ما شفتها في عينيه وبرضو ما فيش فايلة ما قدرتش أعزم النظرة الملعونة دي ولا قدرت أفهم سراها في الكام سنة اللي قضاها في السجن إلا يوم اللاجنة واللاجنة دي كانت آه عرفاها لاجنة حقوق الإنسان بتاعت الوزارة إيه ده؟ انت تعرفيها من إيه؟ من الورق بتاع يوسف ورق يوسف؟ أصد المذكرات اللي كتبها علشان أنشرها له انت كمان هتنشر المذكرات يوسف؟ طبعاً كمل بس وأنا هقولك حضرتك في اليوم ده طلبت من يوسف يشهد لك بكلام كويس قدام اللاجنة وهو طلب منك أكلت سمك وجنبريل المساجين؟ ونفست الطلب فتحت صندوق الطوارئ وجمعت من الزباط اللي معايا وأكلت السجن كله من غير مكلف نفسي ربع مني دخلت حتى في ساعة الأزمة واستخسرت أدفع مليم في صفقة مش مضمونة كان عندي يقين أن يوسف بيخدقني بيعمل ذكر على حسابي ويشبرق على زمايله في السجن عشان يكسب حبهم لي بزيادة ويغررني تمن الحب ده على حسابي هي دي الناس جابر عطوالي وهي دي المعدة الوحيدة اللي يقدر يفهمها في صفقة زي دي وفضلت باستني اللحظة اللي يوسف هيخدر فيها ويفش غله القديم ويقلب الترابيز عليها أنا هقول الحق ولو على رقابته ولا قد عمره كله داخل السجن الراجل ده ها راجل نزير راجل شريف عمره ما ظلمنا ولا عمره عملنا بقصوة ولا زلت نفسي مش ممكن مستحيل يا يوسف دي كانت فرصة عمرك متضيحها عشان أكلت سمك لصحابك أنا يا زغليلة مخطة والألوان شوشت لحد ما بقيت السوان رجعت البيت ونتاية سرحان بس ترجع اللي حصل زي المسخور اللحظة مش عايزة تسيبني والخبطة تقيلة على دماغي مش دا المنطق اللي اشتعي ليه عمر كله مش هي دي حسبتي يعني ايه الدنيا تزنقني مصادة خطيرة زي دي واللي خلصني منها يوسف المصر يعني ايه بني قادم يتعزب ويتجلد ويتشوب النار وينسى كل دا في غمضة عين يعني ايه ادوس على يوسف بكعب جزمتي وهو اللي ينقذني عشان يأكل زميلو ويعيشه بلحظة مذاك حسيتوا ان انتصر عليك زي كل مرة؟ لا يا سامة لا لا المرة دي لا المرة دي مش حرب يا يوسف مش عايزة اعرف مين فين اللي انتصر انا عايزة اعرف انت مين وليه عملت معايا كده ليه موسيقى 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 يوه اولا تاني عمان اتصل بيك مسوحة بتردش ابنك؟ ايه فاروق ابني الوحيد صورة بالكربون من جابر الصغير وكفانيش الشبه اللي بينه وبينه مبت ملبسه البدلة الميري وطلعته ضابط مرضه وشغلت في دوان الوزارة يا بابا رد علي انا كلمت حمد بيه وقالي ان اللاجنة خلصك من ساعتين خير ابن خير لا مش باين انه خير ابدا حضرتك صرحان وشايل للهم وانا كلمت حمد بيه وقالي الموجة علي قوي مش يقدر يساعدك ملعون ابو حامد على الوزارة كلها انت فاهمت داخلية احتوها بجنبي؟ بالعكس بالهم اللي عايزين اتباحوني عملوا اللاجنة دي كلها عشان يضحوا بيه وخسلوا ديهم من الوساخة اللي انا عملتها وساخة؟ ايه بابا الكلام العجيب ده؟ ده ناس كلها بتشهب بيك وبكفاقتك وبتاريخك تاريخ الاسود تاريخ الاسود ده هو اللي ططب علي ورحمني من اليه بابا انا مش عام حاجة التقريب نضيف يا ابني والتحقيقات اللي عملتها اللاجنة كلها ايه جبيا مش معقول انت بتتكلم بجد طب والحيوان اللي كنت خايف منه اللي اسم يوسف ده يوسف المصري هو السبب براقة ابوك من كل الشكاوى اللي تقدمت ضده مش ممكن وهو هيعمل كده ليه؟ وانا هتجنن يا ابني هو عمل كده ليه؟ انت فتحك على ايه ابني؟ ايه بابا احرام عليك سيف تركا بابا هو ده اللي محيارك ومخليك تشيل الهم وكمان تسوي تاريخك ودي حاجة ما تحيرش؟ اه طبعا حاجة ما تحيرش واحد زي ده رد سجون ويا ما وردت عليه لجان سوريا زي دي هيعمل كده ليه؟ لانه عارف ان اللجنة مش هتقزيك بجد هو عمل كده عشان يكسب ودك وعشان تدلعه يا ابني افهم يوسف ده سياسي وصحفي قديم وعارف كواس جدا اللي اللجنة دي حقيقية وعشان سياسي وصحفي لازم يعمل كده لعن نوعية دي حلنجية وقولاد ستين كلب وعايزين الحرق بجهاز طاعت الشر اللي في صوته ونظرته حسستني اني بتفرج على نفسي من ثلاثين سنة فجأة بقيت عناية بتقع على صورة عيدة اللي بقالي سنين ما لا محتاجاش في البيت وكأنها بتبصلي من وراء فاروق وبتشمك فيها عيدة مين؟ وراتي مامة فاروق؟ النسانة الوحيدة اللي حبتني حب حقيقي انه يرمت خاف مني الناس كلها كانوا بيظهرولي الحب على الوش ومن جوه رعب وكر ونفاق إلا عيدة وانت كنت بتحبها؟ عيدة حاولت تفاهمني معنى الكلمة دي كتير قوي حاولت تشربها لي لكن للأسف يمكن ما لاحقتش ما لاحقتش ما لاحقتش يعني إيه؟ يعني مش حالحق يا جابر ما صدقني مش حالحق ربي هو لك ممكن ما بقى تخليك في حالك وبتطادي رجل ما عالش استعمل شوية ما أنا يا مرة غيط على الفاضي ومسمعتنيش ما عالش يا سيدي كن لاحز حد مش هتسمع صودي تاني يا عيدة انت زالفل والدكتور ليس سعيل قدامك ان انت سمه مراح الدكتور يقول اللي يقوله أنا حاسة بروحي وسامها دقت قلبي وبعدين بقى اتجاوز يا جابر نعم طواعني يا أبو سيدك اتجاوز بعد ما تدفني على طول تي موخك ضرب ولا إيه اللي جرى على المزيد ما تستناش حتى الأربعين ربوك يا جابر ما اتدهدلش ابنك معيك محدش يا ربي الواد غيرك مش هتسمع الهبل ده تاني مش هزعل يا جابر مش هزعل صدقني كان ممكن هزعل ومطلبهاش منك لو كنت حبتني لكن انت لحبتني ولا حبت غيري الحاجة الوحيدة اللي أنا ضمنها انك هتحب ابنك عشان كده لازم تلحق بستة حافز علي تبقى طالي غابا بقى بطالي غابا وشوفي المعجزة اللي حصل بالوقت طالع شبهي بالملي تبقى مصيبة مصيبة؟ هيو مصيبة يا جابر فاروق فاروق لو بطلع شبهك من جوه زي برا تبقى لانا وحلت عليك انا مش عايز فلسفة فرغة وبعدين ايه فاروق ده؟ انا سمي ابني فاروق؟ العدل يا كابر الفاروق يعني العدل العدل اللي انت مقدرتش تحققه في شغلك ولا في مراتك هسيبه هسيبه يتحقق في ابنك احميه واحمي نفسك وهدله ستة طيبة تاخده في حطنها احمي نفسي من ايه؟ احمي نفسي من ايه مجنون انت؟ طبعك ومن جبروتك لو ابنك طلع شبهك في كل حاجة يبقى حيوانك اللي انا شفته فيك وهو ما تحتاج الحب اللي انا حتاجته منك مش هتلاقي غير الاسوى والظلم والجحود مش ممكن ايه الست دي؟ عيدة دي كانت مراتك انت؟ للأسف وازاي ما حستش بيها وعرفت قيمتها؟ عرفت عرفت متأخر قوي وسمعت كل كلمة قالتها يوم ما سمعت دقة قلبي القلب الجاهد المصعور اللي صح من قبر فجرة لقى نفسه وحيد طفل بيفتح عينيه على دنيا غريبة ما يعرفهاش وبيت فاضي وسائع زي التلج والابن الوحيد اللي حلتي طور هايج لا بيسمع ولا بيحس بيلاحقني زي الزنب اللي اتختم على دهري يا بابا انت ترحم في ايه بابا؟ يا بابا ركز معايا الحيواني اللي اسمي يوسف ده لازم نخلص منه ونعمله اي مصيبة لا يكون مفكر انه كسر علب اللي عمله معاك يو بابا شكلك اعصابك تعبانة ومش سمعني اصلا انا هروح طم من حمد بيه واخد منه سورة من تقرير اللجنة بعد ايذنك ما كنتش سامى غير صوت عايدة بيرن فوداني العالم كله مات فلحظة واللي كنت تفكرها ماتت طلعت هي الحياة عاليش استعمل شوي انا يا مره غيط عالفودي ومسمعتنيش يا سيدي كن لاحظ حد مش هتسمع صودي داني لا يا عايدة انا سامعك اتكلمي عشان خطري وسمعيني صوتك انا راح تاجلك قوي احتاجلك قوي والاول مرة تبعت عايدة في قضوتها تاني من ثلاثين سنة افضلت واخدها في حضني طول الليل ومن شدة الدفع اللي كان في صورتها نمت نمت فاجأة من غير محسة من غير حتى مغير بدلتي وكانت اسود ليلة شفتها في حياتي نمت فاجأة راحين اقومت اشباح اصور اصوار واسوار بتيجي معلية من كل حدة طفان انفجر في وشي من قرار جهنم لا لا لا! عيلة العدل يا جابر العدل عيلة العدل اللي ما قدرتش تحققه في شغلك ولا في ابنك ولا حتى في امراتك أن القوان تدفع تمن ويتحقق فيك انت ايه؟ انت مي؟ هتتخدش كده يا سيادة اللوة مش بقيت اللوة دلوقتي؟ مش هو ده حلمك القديم؟ هايل يا جابر ما شاء الله السيوف بتلمع علي كدفك والبدلة هتنطق عليك عفريتة اللي شفتها دي عفريتة عيدة أرجوك أرجوك رد علي أصلان شفت حاجة زي كده وهموت وفامها اللي شفتها دي عفريتة عيدة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ولا أشباح ولا حتى معجزة دي تخاريف بيتحكوا بيها على المهاطيل والعيال الصغيرة زي حدوتة آخر الليل فجأة كده أمنت بالأشباح وبتقول علي عفريتا مال أنت إيه؟ أنت مين؟ أنا مراتك يا جابر العيالة الغبية اللي عاشت في تخاريف الحب والروح وأمنت بالمعجزة مش أنت خدتني في حضنك وناديت علي وقلت لي محتاج لك هيا أنا محتاج لك عاية وناديت عليك بص إزاي؟ إزاي وانت ميت إزاي؟ ما أنت كمان كنت ميت وللادي بس الروح رجعت وردت في جسمك روحي رجعت وقلبك دق ومشاعرك اتحركت وويدنك سمعت الصرخة وصوت القلم وشفت كل جريمة عملتها بأديك أيها أنا شفت كل حال روحك مش بعنيك عشان كده كان لازم تشوفني يا جابر يعني إيه؟ يعني أنا لسه نايم ومصحدش بالكبوز ده بعدين يا جابر بعدين هتفهم الفرق بين الحلم والحقيقة بعدين؟ بعدين إمتى؟ لما تسد دينك وتوفي الأمانة لفرقاتك أمانة؟ أمانت إيه؟ أنا مش مديون لحد لأ مديون يا جابر إيه؟ مش كل الدين فلوس يترد في جيبك في أمانة مربوطة في زمتك ولازم توفيها لمين عيدة؟ مين صاحب الأمان إيه؟ حيجيبك حيفكرك زي ما كل الناس اللي قزيتهم في حياتهم جولك وفكروك اللي لدي بجرائمك بجرائمك يا جابر بجرائمك يا جابر عيدة 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 أنا مش هستحمل الكبوز ده تاني مش هستحمل الكبوز ده تاني قوليني مين صاحب الأمانة؟ مين صاحب الأمانة؟ مين صاحب الأمانة؟ عيدة قوليني مين صاحب الأمان؟ مين؟ مين عيدة؟ عيدة الباب كان مقفول بالمفتاح من جوه؟ من اللي قافلوا علي من قبل منام؟ يعني إيه؟ يعني كنت بتحلم بيها في نفس الكبوز؟ ولا هي ظهرت بجد ولا ايه مش فهمة ما بقيتش فرقة بعد الليل هذه ما بقاش فرق معي الحلم الحقيقة أشباح الناس اللي عزبتهم بقوا يطردوني نايم صاح صوتهم يقطع فوداني عيدة بس هي اللي ما كانش بتظهر لي لحد ما هو ظهر مين دا اللي ظهر صاحب الأمانة فعلا؟ يعني هرفته هو مين؟ برأي ملاك واقع من السامة على ايدي وانا رميته دهاز سوبرجلي مخلوق الوحيد اللي كان بيبتسم في وشي وانا بأس عليه بيبتسم؟ حب يا سلمة ابتسامة حب حقيقي مش رزالة ما عرفش ازاي قلبه كان مستحمد طفان الحب دا كله ما عرفش ما عرفش حتى الرؤية اللي زرني فيها كانت نعمة وهدية زي لؤى الحبايب لا فيها أشباح ولا تعزيب ولا أصوات مرعبة دا كان زي الطيف اللي دخل علي في ظلمة القبر فتح نور الجنة في هنية الحلم قلب الحقيقة بقيت أنا المحبوس في زنزانة المعتقل وهو اللي داخل علي حر وسليم ووش وطاقة نور شيخ ردوان شيخ ردوان؟ شيخ ردوان مين؟ شيخ ردوان الروي قاية ربنا اللي انكشفت قدام عنايا العمية وقلب الكافر فما حستهاش بخ تنقافش على كلمة أخدها من بق أنا إرهابي أنا إرهابي كلمة واحدة خلتني أدوس عليه حد ما سلم روحه ولا كل دموع الدنيا تغسل زنب فيه شيخ ردوان ولا كل دموع 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 إيه يا راجل؟ هو إحنا كنا لقيين حاجة ده أنا ومراتك كنا بنتمنى لحظة ندم أو دمع وحدة لوجه الله مراتي؟ أنت تعرف عيدة يا شيخ ردوان؟ لما حتنزل محطتك حتعرف كل روح تشبه روحك صح يا شيخ ردوان عيدة شبهك في كل حاجة كانت دايماً تسامح وتخاف علي من أسوتي بس هيا كنت أعمى أعمى وديك فتحت يا جابر والصرخة اللي كنت بتصرخها بقى لك شهور دي طلق الولادة يا جابر مش عقاب ربنا؟ هيا هيا دا حبيبتي سبتيني ليه سبتيني أتعزب بقى لسبع شهور مش بتقولك طلق أولادة جابر الجديد ابن سابعة يا سيادة الليه 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 محبوص نفس الزنزانة اللي أعمل فيها كل جران وبلوية هتخرج هتخرج يا جابر النهاردة هتخرج من ظلمة الزنزانة لضاية ملوش حدود بس كان لازم تسد الدين وتوفي الأمانة أمانة؟ انت نسيت يا جابر ولا إيه؟ إش أنا قلتلك إن صاحب الأمانة حيجيلك وحيفكرك بالأمانة اللي فرقتك شممكن؟ انت يا شيخ رضوان؟ انت صاحب الأمانة ديه؟ تقول إيه في امراتك بقى؟ دايماً تشيل هم غيرها حتى لو غيرها مسامح فيه أنا كنت مسامحك يا ابني ويا ما قلتلها أنا مسامح جابر في كل اللي عمله وبدعيله بالتوبة والرجوع لا يا شيخ رضوان جابر مش هيتولد ويشوف النور إلا لما يسد دينك ويوفي أمانتك قول يا شيخ رضوان قولي الأمانة دي أبوس إيدك أنا غير أنفذ نوب كتير ومش قادر أفتكر قولي الأمانة رسالة يا جابر طلبت منك توصلها لصاحبها وأنا بموت في إيديك رسالة بلغ زالم أني مسامحه مسامحه من قلبي وقل له ما تجلدش نفسك ولا تيقس من رحمته كلنا أولاد الشهوة والخطيب والعبرة بالخواتيم كما تسمع كلام إيه بقى يا شيخ رضوان وتقول لي حقيقة الجماعة اللي انت بتنتمي ليها وبعد كده يروح بلغ أي حد بالكلام اللي يعجبك والرسالة التانية لبنتي بنتي يا جابربي بنتك بنتك إيه بس اقعل بقى كده وركز معايا بنتي الفاطمة الزهراء ولها ما تحسنش اللي خلقك حن عليك من اللي خلفك حيعواضك حيعواضك براجل أحسن مني ومهما الدنيا تويتك حتلاقي اللي يدلك عالطريق طمني يا فاطمة طمني فاطمة 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 مستحيل أنا كده هتجنن الزابد رح له عشان يبلغوا الرسالة يا أبويا قبل أنا ما رح له بسنتين ضميره صحي فجأة بعد ثلاثين سنة ورح يقول له وسأله علي عشان يبلغني الرسالة مش ممكن ده جنون أنا حاسة نفسي عيشة في عالم وهمي أصلاً انت؟ انت الزابط اللي قتل الشيخ ردوان وكان بيدور على بنته؟ دورت عليها في كل مكان في مصر اللي يقول ماتت اللي يقول سفرت واللي يقول الشيخ ردوان ملوش بنات أصلاً والحد دلوقت يا سلم والحد دلوقت مش قادر أو في أمان متعلقة في رقابتي لحد ما موت خليك عندك ما تتحركش وما تندهش لحد يفتح لك الباب رايحة فين؟ ملكش دعوة ملكش دعوة ملكش دعوة اشتركوا في القناة يا حسن اهدى واسمعني كويس الموقف اللي احنا فيه ما يستحملش قمسة وحوارات صغيرة لا محموس ولا حاجة يا دكتور حضرتك لو تفتكري ترطيلي قدام القصر كله انت عارف انها ساعة غضب واهتزرتلك بعدها وانت برضو ركيبت دماغك وحضرتك قلتلي براحتك وانا من زمان قوي بدور على راحتي يا دكتورة زي ما انت عارفة الحمد لله يعني لقيتها مش هتلحق يا حسن لانك لو مرجعتش القصر النهاردة حتتسجن حتسجن؟ حضرتك نعوية تخضر بسرعة كده ولا ايه؟ مش انا اللي هاخضر يا حسن الست سلمة هي اللي هتخضر وحتطيعنا كلنا سلمة ايه اللي بتقولي ده؟ الزفت اللي اسمه مازل اتصل على تليفوني دلوقتي وطلب انه ييجي معاه واحدة صاحبتها ودي من صاحبتها دي كمان؟ معرفش والمصيبة ان الدكتور وفي أكبرني على الزيارة ودي التليفون لسلمة عشان ترد عليه والهانم عملة تتزوّق وتستعد لزيارة الحبايب وفعنيها خبس مرعب ونظرات مريبة زي ما هتكون هتخرج النهاردة على جسس الكل الوضع كله مريب يا حسن عشان كده خدت الرقم اللي مازل نكلمني منه وسألت عنه بطريقتي وعرفت حاجة؟ صحة في يا حسن البيل اللي زارها وقعد معاها مرتين بيشتغل صحة في يا دكتور صحة في؟ وأكيد اللي جاية معاه دي مش صحبتها ولا زفت دي أكيد جاية تسمع البلاوي اللي سمعها مازل في الزيارات اللي فاتت وأنا معرفش هي مين بالظبط ووصل حد فيه خرب بيتك يا سلمة خرب بيتك مكت يا توحة يعني يا حسن راجع فعلاً أمال بميز عليكي إيه بميز دي؟ يا سيدي دا كلام حواري ما تدقيش المهم إن عواصف كلمته في الموبايل وأقناعته يقطع الأجازة ويرجع وهو جاي في الطريق فالحمد الله دا أنا شفت حاجة مهمة ولازم أقولها له بسرعة شفتي؟ هو أنت حلمتي بحاجة؟ حلم غريبة ويا توحة أخير يا رب دا أنت مفيش حاجة شفتها وطلعت أفصيد قال لكله في الشبكة عدل انت بيتولي إيه؟ يا سيدي تسيبك من الحواري وخلكي في الدغري المهم ما حكيلي شفتي إيه؟ شفت سلمة سلمة؟ أيوة البيت اللي أنا كنت حلمت بيها قبل كده وطلعت معانا هنا في القصر أيوة بس أنت لحقتي تركزي مع سلمة دا أنت ما شفتها شغر مرة واحدة وكانت هتموت في إيديكي أنا ما كنتش فاهمة أنا كنت خايفة منها وفكر إنها جايت يا زيني وبعدين؟ وبعدين حسن فاهمني قال لي سلمة دي صحفية طيبة أوي وبتحبك جدا لا أقصد وبعدين في الرؤية بتاعتك يعني شفتي سلمة إزاي وليلي؟